شكراً لأخونا ودكتورنا أسامة بحر أمس طرحت ملاحظة أو سؤال من البعض قال إذا كان لتصوير أي أحد في الشارع أروح أصوره أوليب جنجاما وصوره فدكتورنا القانوني أخونا أسامة بحر كانت منكم الحق في الصورة أنه لا يجوز لأحد تصوير شخص أو نشر صورته إلا بموافقته وما يصير أعيد النشر أو أن أعدل في الصورة إلا بموافقته إذا كانت صورة في الصورة أو أن أعدل في ألعاب ألعاب في الصورة إلا في بعض الحالات العامة وبعض الشخصيات في حياتهم العامة وليس حياتهم الخاصة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مجدداً في حلقة جديدة من ورشاتنا لهذا اليوم اللي راح نتكلم وواصل فيها عن موضوع كيف أستخدم استخدام أمثل أو كيف هو وثق إنجازاتي باستخدام الكاميرا الذكية مثل موعدكم أمس اللي راح نتكلم عن بعض المعدات بنتكلم أيضاً الشي الأخطاء الرئيسية اللي تصير عالة في هذا المجال إلى جانب بعض التطبيقات اللي ممكن تخدمي في صناعة القصة أو كتابة القصة أو تصوير القصة أو الإدتينج ما لها وشي الأشياء اللي ممكن تساعد أثناء عملي في إنتاج محتوى فعال أو محتوى مؤثر على منصات التواصل اجتماعي نستكمل موضوع أمس صحافة الموبايل قلنا في أساسيات رئيسية لازم أوعاد أنا ألأ أؤلم فيها بس تعرض بعضها مثل اللي قلنا عنك مثلاً إذا أنا حاب أدخل في المجال أو أعب فيلم معين أو قصة قصيرة أو إنه مقطع يعكس موضوع معين أو إنجاز معين لازم أحضر في بالي شيئين سواء أنا كنت بروع على ستوري بانشرك شيء على ستوري كصورة وغرافيك أو إني بانشرك فيديو الثالثة أن في التخطيط الصح حق ذي المقطع أو ذي الفيلم أو ذي الموضوع لازم تكون عندي صورة قوية صورة أو فيديو يكون ذوي مؤثر لا تكون مؤثرة أو أنها تخدمني وفي نفس الوقت ناس ما قلنا أمس موضوع النص ما قدر أكمل يعني بدون هالشيين راح أعرف شهر من البداية في إصار رسالتي فإذا دائما عندي قاعدة أتأكد أن أنا ما أخذ ذاكت صح سواء كان صورة أو فيديو وفي نفس الوقت أضمن إذا باكتب ناس على الفيديو وبحثت بعض التعريف على الفيديو أو أكتب اسم الشكس حتى لو اسم الشكس أو المسؤول الذي يتكلم أو المسؤول الذي يتكلم لازم أتأكد أيضا حتى النص يكون في مكان صح في فونت صح لا يحتاج إلى أكتب الاسم الكامل بالتفصيل لكن الآن أكتب الاسم الذي يوصل المعلومة حق المشاهد منه الشخص الذي أمامي أذلك فإذا الأول عنصر عندي موضوع أني أنا كيف أخطط هذه القصة ماتي بخلال أن أكون أضمن أن ألتقد لقطات في صورة أو فيديو قوية وواضحة تتوسل رسالتي وفي نفس الوقت يتواجد أنك ماشا معاها يكون عندي شيء جانب الآخر يكون عندي ناس قصير يخدم القصة أو يوصل وما يشوه لي جمالية الفيلم أو جمالية الله الشيء الثاني اللي قلناه أمس إن أنا في مهارتين أجب أن أعرفهم لو ما كنت أنا خبير أو متخصص في مجار معين أنا لم أصور محترف مجرد هاوي مجرد شخص عام اللي أريد أن أستمد منه أميني للفوز تقول ما سمع الصوت أتغل الصوت ما أحدش تكلم عنيه فكيد عني مشكلة عنيش أنت يعمينه فأتكلم عن المهارتين أجب أن أكون أولم فيهم إني أصور وقلنا لو أنا لم أصور محترف ممكن أول جاري بعض المهارات وبعض التقنيات لتعلمها عن طريق الإنترنت أو عن طريق الإجابة أو بعض المصورين أستعين فيهم شلو ممكن أصور وشلو جمالية اللقطة ما يمنع أن أول أيام أن أصور مجموعة من اللقطات وأعرضهم على حق مصورة عندنا في الوزارة أو عندنا في الوزارة أو حتى عن طريق الإستقرام أو الناس المشاهدين المعروفين كمصورين وخلي ساعدني في بعض إن لو كنت نسوي كذي ممكن في نفس واحد موضوع المونتاج يعني كل برنامج لمميزاته وكل برنامج لبعض المؤثرات أو بعض الفلاتر التي ممكن أستخدم فيها بعض البرامج تعطيني تمبلت جاهز مجرد أن أضع الأفلام وهو ما أنت جاهز يعطيني كنموذج أولي على الأقل فهم هنا تجد النقطتين مع جزيز جيدا ثم لازم على إكون هناك أبجاريات كذلك نحن لم نحترمون إذن من أول يوم نحن لا نحترمون مجرد هو أو يحبون أن نتعلم بالشي فإذا قلنا من در موضوع تصوير و الشيء الثاني من مونتاج النقطة الثالثة ما دائما لدينا ننتبه له أني كان مستعداً دائماً أني أتعامل مع كل مناصر ناس ما قلنا إنستجرام يعتمد على صورة فيديو تويتر يعتمد على ناس وعقب الجاش مع الفيديو والصورة اللي ممكن أضيفهم الفيسبوك يعتمد على صورة ممكن يعتمد على ناس فلازم أعرف اليوتيوب عسابي مثال في كثير من الناس أحط مقاطع صور منتاج بس مجرد كلام وحط على اليوتيوب يقول لي محد أممكن يحط لي صوت مقطع صوتي ويركب علي صورة واحدة ستل يقول لي ما نجح مص مونتشة روائدة ومحد محدشة في المقطع يجب أن أعرف تماما لما قبل ما أصور أنا وين راح تطور وين المصاب النهائي أو وين النقطة النهائية اللي راح توصل فيها للمقطع مالي فإذا أنا أتعامل بس على تويتر فأنا عارف أن عندي لازم أحط لي عنوان معين يكفي على الحروف التويت اللي عندي إلا أجرب المقطع اللي راح أخلي نفس الشيء حق الشيء أسمع حق المرصات الثانية أبيع أشرح حتى على مستوى واتساب ستوري فعرف أن ستوري ما واتساب هذا ما شيء إلا جم ثاني عارف أن الواتساب مثلا مطارش المقاطع وانشرها حق مجموعة مشتركين أو مجموعة الناس مهتمين في المجال اللي أنا فيه ومسوي نوع الخدمة الإخبارية مثلا فلازم عارف أن المقطع على حجم معين ذلك أكثر من 16 أم بيك ما يوصل لليه بطريقة ثانية أو ضغطة بطريقة ثانية فلازم على الأقل أكون عارف وين؟ ما يصير أصوي خبأ يعني صورة وانشرهم في كل المنصات ومنعنا سمقل نعنس بعض البعض يلجأ يعني أن يضع الخبر كامل في اللي اسمه وانشر على الإستجرام وضع لك الصورة وضع أربع مرات ونصير بطريقة ثانية لأن الخبر كبير طويل لا أحد يقرأ أنا هذي في داخلات الإستجرام لكي نرى صورة وفيديو مع كلام مختصر يوصلني ناس ما قلنا عندي صورة وفيديو وكلام مختصر سأضع الرسالة فهذا من أكثر الأخطاء اللي قاعد نصير حاليا ناس ما قلنا انشر على الإستجرام قاعد نرى ما اسمه نرى يوتيوب ونرى مقطع صوتي ونرى صورة مثلا نرى تويتر نفس الشيء في ناس الوقت لازم أراعي حتى موضوع التصوير لا يصير أنا أصور بالعرف وخلاص أخذي كل شيء حق يوتيوب حق السناب حق السوري على الإستجرام لازم أنا أعمل محتوى في التصوير لازم أعرف أن في لقطات تروح حق ذلك شيء وفي لقطات فهنا لما أتكلم عن الخطة وعد ما اللقطات اللي يحتاجها سأستعرض بعضها بعدين أحدد شنو اللقطات اللي محتاجها وعلى فوقها راه أعرف شنو راح أصور بس ما يصير أنا داشا ستوري يعطوني ستوري انستجرام على سناب بالطول فالجمالية نشوف شيء بالطول شوف اللقطة بالطول وتلاحظون يعني كثير من المسلسلات على البرامج أو الأشياء بلتطلع على سناب شات في حلقات برامج معينة بحولة في سناب شات ليش لنقولك أثناء التصوير كما ماخذين احتياطهم نفس البرنامج تصور على نسختين نسخة تصلح بالعرض عادي في فرمات العالي الموجود ونسخة ممكن تصير بطول فإذا لازم أن أحدد بالبداية إذا أنا هدفي فقط عيسي يدغل IGT برا ستوري أو حاطة اللي فبالي نجد قصة تروح سناب كقصة متواصلة فإذا لازم أصور ما يصير أصور وخز مقاطع بالعرض عندما أبلزلهم في سناب يصير عندي بياط يصير إذا نتكلم عنه كشي احترافي كشي جمالي أنا لما أبطل سناب أحب أن تصير الشخص كامل الفور الروب كامل الشكل من فوق لتحت كامل موجود أو حسب اللغة لديها صار كامل في الفريم والشاشة ليس بصير رأس بنصف الشاشة لأكبر فهذه من الأشياء الرئيسية اللي لازم أنا أحاسب لها بحيث أن أكسب جمهور الجمهور يحترم المحتوى مالي ويحس أن أنا فعلا محترف وقعد أعطي كل منصة أعطيها حقها فهذه النقطة مهمة وكثير من الناس اللي تنشر المحتوى تنشرها بشكل عام بس لأخلاص أنا سويت ليش أنا أشرب كلها أحط نفس الصور وأنشرها بكل مكان هذه خطأ بعضهم حتى على الإستجرام فيه سيوية يقوم يحط فيديو في الإستجرام ويأخذ اللينك كوبي أو حط خبر في الإستجرام ويأخذ اللينك كوبي ويحطه في تويتر لينك للإستجرام يزعم النصار رابط أوكي بتصير كشير لسناب مبهي الهدف الهدف هناك إنه أبي أنتقل أبراح تويتر أتوكيشي في تويتر أبراح إنستجرام أتوكيشي في إنستجرام بمحتوى الاحتراف اللي هو ينكماش معي ويناسبني وفي نفس الوقت يحقق رغمات الشخص ويقع طابع ويشوف ويقرأ في إحصابي الأخبار أو المنصة الرسمية ماتي أربعة استعد للتغيير دائما في وسائل التقنية كيف نقصد فيها؟ دعنا نفعل الكلام سويا نشافي ياكم ما نقصد؟ لماذا أكون دائما نستعد بتغيير؟ ما هو التغيير اللي ممكن يصير؟ من أي ناحية؟ ما هو التغيير اللي ممكن يواجهني؟ إذا أنا قادر أتعامل مع صحافة موبايل أو تعامل مع تصوير أو مونتاغ ما هو ممكن يصير؟ كيف يجب أن أكون مستعد؟ ما هو التغيير اللي يصير؟ فاطن محميد يقول لعددات تغيير صحيح هذا واحد من الأشياء استطيع تغيير بين فترة الفترة تغيير مع أي أبي تغيير فأنا أكون متعود على شيء معين وأتفاجأ أن أتغيير أحيانا يصير فيه محدودية يصير للميتيشن حق بعض الوقت أنت باستحلم برنامج فري تتفاجأ مرة واحدة إنه إسمه إن صار فيه أبديت صار بفري صار بفلوس مضطر فيزا بحزتها ما تشتغل عندك وعندك مشكلة فيها موضوع القياسات أبي عمان بعلي يحلو قياسات تصميم محدودية الوقت بعض البرامج تعدك للمت معين ما تزيدك كثير من الليمت إذا تب 8-3 دقايق أو 4 دقايق فلا حدك دقيقتين أو دقيقة وإلا شرير البرجنج ما اسمه المدفوع بعد ما الأشياء الممكن تواجه هنا تغيير الحلواتي موضوع القياسات ما اسمه ما الفيديو أحيانا بعض البرامج الكيم مصر تروح من التلعيتي وفوق تدفع عليهم بيزات ممكن يكون بطيء أحيانا نصير شغير البرنامج صحيح ممكن يشغير البرنامج فبالتالي جنو راح تأشر موضوع القياسات الانترنت الابديت في تليفوني قد يكون في بعض الستيق أتأشر أحيانا أرفع المادة ما غير تروح المادة أتفاجأنا في تحديث في تليفوني الستيق تغير بعض الإعلانات أحيانا توترني أشتر على برنامج مجاني ماريام جلالي يعني بعض الإعلانات أداخل بعض البرامج في تليفوني يطلع فيها شيء اسم خاص لاندرويد تطلع لك بعض الإعلانات التي ممكن تحشر عملك وتعيق عملك شوية الابديت في مقرح الواشي الابديت ستطلب بعض الستيق تليفوني ما يتحمل فتقول أن تأخذ تليفوني تتفاجأ لما تنزل في الابديت حجم عور يحتاج مساحة أزيدة سيعطل لي سرعة الإنترنت نفس الشيء فإذا نحن نسخة نظام التليفون إذا تحدثت تطبيقه نعم خليفة السادة إذا أنا أحيانا ما أصبح بديتك تليفوني طبيعي شوكي لتطبيقات حاصب موضوع الآيفون أو حتى الاندرويد مع كل إعلان تضطرنا كل الشركات التي لديها تطبيقات نتحدث تطبيقاتها بحيث تتماشى مع السيستما والنظام اليد وهذه متواجدة خلال شهر و شهرين بعد ذلك بالنسبة عن النظام اليدين حق الآيفون مثلا فهذه دائما نكون جاهز لها ما تورد أنا راح أصورها بمنتج أتفاجأ أن البرنامج يريد إلى أفديت أتفاجأ أن البرنامج صار ما يشتغل أتفاجأ أن صار في خلاف بين أبل والشركة الأبليكيشن ونحذفوه بس موجود في جهازي لكن لا يعطي كل الخصائص اللي نبيها فإذا لازم أكون دامشنا نستعد حق أي تغيير بعض البرامج ما تدعم الصيغة في بعض الفورمات الصيغة الموجودة ما تدعم ففي التالي سأكون بعض جاهز إذا أنا برسل المادة حق الجهة الثانية أو وزارة أو المؤسسة لازم أتأكد أن البرنامج يدعم أو اللابتوب سيشترع عليه المقطع أو التليفون الثاني سيشترع عليه المقطع شكرا على تفاعلكم إنه حق موضوع القصة لو أتكلم عن إعداد قصة في الفيلم أو موضوع الفيلم أو المحتوى الذي سأتحدث عن اللطات التي سأصورها من أين سأبدأ؟ ما مطلوب مني؟ في البداية عرف لماذا أتكلم ذلك لماذا أتكلم عن ذلك وما إنجاز ما تتكلمنا عنها ماذا أتكلم عنها أو ماذا أصل حق الناس ما هي المواد التي أحتاجها هل هي مواد عشفية أو لا هل هناك أشياء إضافية نظيفة هل هناك صور إضافية فلا يجب أن أتكلم بعض المسلمة وأكتبه في غريبة وفي نوت كنا أتكلم بشكل خطوة صح ميزة ذلك الصحافة المهاجر لا يمكن أن تخص السابق أو يمكن أن تحصل إلى خطوات فإذا أول شيء يجب أن أعرف ما هو غرض من قصتي أثنين في مرحلة التخطيط مع من هو أفعل اللقاء؟ من هم الأشخاص؟ أين سأفعلهم؟ ماذا سأتواصل معهم؟ هذه القصة التي أتكلم عنها فيها أكثر من شخص يمكن أن تكلم أكثر من الجهة ما هو الأفضل التي تقوم بها؟ أكثر من المحاضرة أصور المحاضرة، أصور المتجربين، أصور واحد رافع يده، أصور التكريم أو أخر شيء ما هو المعدات التي أردتها؟ أذهب إلى قاعة ومؤتمر صحفي أتفاجأ أن أصار مرة واحدة أصبح سكوا الليتات وما اسمها؟ وقاموا بإعرضوا إليه لانه أنا معي تلفون وما عندي أن يزعموا قاعة فيها الليتات سكوا الليتات، ما سأهوه؟ نفس الشيء، رايح في مكان تصوير خارجي، فعالية، مارهجان، مؤتمر ناس تتحرك وتصارخ، فيه إزعاج في الصوت هل ما عندي مايك؟ ما عندي مايك هل أنا من البداية أحتاج الصوت أو لا أحتاجه؟ فهذا سيوفر علي إذا قراري أنا مع المشروع مالي هل من الأساس أن أحتاج الصوت أو أم أحتاج الصوت؟ فبالتالي أعرف أن أحتاج مايك أو أم أحتاج مايك؟ ناس بشكل موضوع للسند اخذ مكان، متحرك، رمل، حاصر، ممكن أي هوى حركة هل أنا محتاج للسند؟ ما نوع للسند أحتاجه؟ الفعالية مدة 10 ديائق، مجرد لا يطبيق أو شيء هل أحتاج إخذ موضوع آخر؟ وعلى بكب تيفون ثاني أو لا؟ نفس الشيء موضوع الوقت لازم أضع عني وقت كيف سأحتاج كيف سأحتاج كيف سأحتاج وكل ما يقل من الوقت كل ما يقل عني جولة في عملي يمكن أن أخذ ساعة أو ساعتين ساعة أو ساعة 40 دقيقة لين أن أصل لمستوى أن أنا خلاص خلاص 10 ديائق إذا وصلت إلى لقطات أو 20 دقيقة ماكسيما أنا أخلص المقطع موضوع لي وممكن أسرع فإذا لازم في برحات التخطيط أنا أعرف هذه الأشياء أتلكم كل نبطة منهم ممكن تأثير أيضا رأيت مكان تفاجأت من الوقت وأنا تحت لا يوجد ريبود أنا قصيرة أو أنا قصير لا يمكن أن أرفع يدي فوق أو ما يسمى أو في الستندق لا يمكن أن يكون يدي تهتز فأنا أعرف حتى اللوكيشن ماكسيما فيه أحيانا في بعض الأشخاص أو بعض المحترفين إذا يصور مثلا مشروع معين لناخذ عن قلعة أو مهرجان أو دي يأخذ جولة قبل بيوم أو قبل بساعة يروح يطالع يشوف المكان لا يمكن أن يكون هذه اللقطة حلوة هذه يمكن أن أخذ باللقطة ممكن أن أقوم بإقامة وفي أشياء قبل فطبعا هي يختلف من شخص لشخص أو من فعالي لفعالية أو من حدث لحدث ولكن كلها عناصر لازم أن أكون جاهز لها أو مستعد لها ما هي المعلومات ما هي المعلومات التي أحتاجها هل القصة لديها كاملة هل هناك أشياء منطب ندور عليها في الإنترنت هل هناك مقاطع ممكن للدعم قصتي هل هناك مقاطع ممكن أخذها من الجهة معينة أو شخص معين ممكن أقول حق إذا كنت أنا محمد رس أطلب من المواطن أو الشخص الثاني أن يصور لي تصويح معين مثل منها أو أصوص لي بعض المشاهد في الناس الوقت من المعلومات التي أجعلها أنا لازم أخذ بالي أن المقطع المالي ممكن يمتشر ممكن يحمل لي مسؤولية ممكن يرفعون قضية علي فأنا لازم أتأكد أيضا أنه أن هناك مصادر حق القصة وفي الناس الوقت أن كل المعلومات المذكورة في القصة أتحمل أنا مسؤولياتي وبينما كانت معلومات موثوقة وعارة ومتأكد منها أنت شو ممكن أن نجاح من محتوى ونعجاج أن الكل تشاطر محتوى سيجد ذلك في الناس الوقت أن هناك معلومات استفادة منها فإذا لازم أقدم شيء جديد ممكن للبعض يأخذ بعض المعلومات التي لم يحدث التناويلها موجودة لكنها عدث تصميم محترف أو تصميم احترافي أكثر تصميم شيء أكثر يجذب أكثر فيخدمه أكثر أني بعدها موضوع الامتال ما هو الابليكيش التي أنا أستخدمها كم تطبيق أستخدم ما هو التطبيقات الشيء الرئيسي الذي دائما نواجه فيه مشكلة موضوع الابديت هل الابليكيش ما حدثت إذا أستخدم في بعض الابليكيش الابس أو التطبيقات خاصة عن التصوير إذا أصور ما أبي أصور في كمارتي ما تريدون العادية ممكن أصور عن طريق الاب بيعدل الإضاءة بيعدل الفوكس بيعدل الأشياء معينة التي أستفيد منها لكن لازم دائما نتأكد هل التطبيق مالي بحده صار أبديت وهذه معظم مشاكل يواجهها وائد مصورين أو حتى في المونتاج تشوفون حيانا ما تبطل الابليكيش ينسك بروحها أبدي طلب لكيش ينسك بروحها ويجعل التماتي تحملها يتحمل المطور للبرنامج أو التطبيق نفسه عندما أنا عوّت نفسي على تطبيقه واحد برنامج واحد ما تفعل سأتعلق إذا أنا أقوم بشي بكون في حالة في ورطة أو في أزمة أو في مشكلة دائما عندي بجائل دائما عندي بجائل نفس الوقت في رحلة الانتاج نجب أن أعرف هل أنا أحتاج صور إيه أنا أطارت أصور مجموعة صور أخليهم كالستوري مثلا تحيانا كالستوري أركب عليهم أو شنو بختار شنو أبي فيديو وحط شنو اللقطات اللي أنا ببيها وبنتكلم بعض الأشياء ما تفعل السبيل منه في موضوع التصوير موضوع الإدتنج يجب أن أعرف هذه البرنامج يقبل مثلا الخبرية الخبرية كرومة وبعض البرامج تقبلها أو لا هل الإدتك في أسهن هل الصورة ممكن أن أدخل وعرف قبل أي برنامج أستخدمه هل شنو الأفكت لديهم هل أفكت أفكت و أخر شيء موضوع الصيغة نسأل الطرح مساعة الحلواتي موضوع الصيغة الفورمت و الفيلم ما هو الصيغة أنا يحتاجه حق ذلك الفيلم أو ذلك المطقة حق ويضا يستخدم وهل الصيغة الرومة تيريال أحب أن أعدي من وراي أو أنا خلاص الصيغة النهائية التي ممكن أن تنشر عليها منصة كذلك تسهل لتناطلها بالبرنامج وبرنامج إنه موضوع النشر وين شو رح أنشر هل رح أنشر مباشرة من نصف التي يكون فإذا رجب أن أتأكد أن أنا عندي ممري وكامل هل عندنا أحد يتولى موضوع النشر في الفريق أرسله عن فريق الإعلام الإلكتروني أو أن أحد إداري محتوى معين ما زلقه أولي قاعدين أو أن أنا أبو أنشر هذا الشيء هل أحتاج بعض التطبيقات مثلاً لتنقل بعض البرامج إيكلاود دروبوكس جوجل درايف هل عن طريق بعض البلد الآن بأن تقل من PC على FTP مثلاً البورتوكارات الكديمة التي تنقل فيها الملفات في نفس الوقت هل أنا بحتاج يوم لي أن تقل ملف هل يكون ملف في وائد عود هل هو ما كثب الحجم الواي فاي عندي 4G 5G على حسن هل في لقائي بيكون في بث مباشر فأنا عارف في مقالبه بكون فيه بيكون عندي بث مباشر مثلاً فعرض رضاً أضمن كيف تنقل تخصون البلاتفورم اللي بانشر فيهم هل بس بانشر على الإستجرام هل بانشر بس أو بمثال ترسكوب على توتر فطر فأنا عارف أيضاً موضوع مثلاً الشبكات أنا رايح منطقة تعرفون هل تذكرنا اسمائي يعني بروح منطقة نعرف أن هذه المنطقة باتلكو أقوى من زين زين أقوى من بيفا بيفا أقوى من باتلكو فأتفاجأنا في بث معين ما أسمع في البيث ينقطع عندي ودائماً عندما يكون عندي مثلاً ألف مشارك قاعد تشوف البيث أو عشرين على حسب العدل اللي موجود من يطلع أوت بارجع ما تظمن أن هم موجودين مرة ثانية أو ما تظمن الكل يرجع لك مرة ثانية إلا إذا كان المحتوى مالك مؤثر أو أن الحدث هو مهام أوكي أوكي إذا ممكن تقفل الشعر أوكي مشكلة الوقت مشكلتنا هذه المحاضرة نقدمها في أربعة أيام عالتها هذه الدورة في أربعة أيام تكون مكثفة فأنتظر إذا كان هناك سرعة سلايدات مستعدة أسرع حيث نستطيع أن نغطي لكن أحاول بعض الأشياء أوقف فيها أكثر أوكي الحلوان منهم معركة البرامج لأن نستخدم مع نوعية فورمات أوكي كيف فهذه الأشياء ضرورية لازم أعرف حتى التطميق أنا أخبرك بعد التطميقات تطلب أشياء معينة فورمات معين صوت معين مبوت معين ميكات معين اللي ممكن تعطيني كواليتي أزيل وقلنا أن موضوع الإنترنت مهم في موضوع النشر أنا على سبيل المثال ممكن تعطيها عندي مقطع تصر حجمة عود أبي رفع حتى على إستقرام مثلا على IGTV تشاهدون أنه يأخذ وقت وائد طويل خلص الداتام والتلفوني ونحن ما رفعت المقطع وكيف اتصالت وإن المقطع لا نشرح إذا أخذت صاير لماذا أردنا فهنا كلها عوامل يجب أن أضالها دائما في الحسبان لازم دائما أخليه في باقي موجودة أفكر فيها أعرف أنه قد تسبب لي مشكلة قد تسبب لي حاجة قد تسبب لي مصيبة إن الناس سنطرني أبث مباشر تفاجأت حتى لا يقول أنت بصارك ضعيفة أو أنت ضعيف عندك أنا مستمدين عليك أنت قلت تنقل حاجة فلاني مباشر فإذا عشان أضمن لازم عندي بدائل تقولي شون البدائل بنتكلم شون البدائل بعدين اللي ممكن أدخل فيها أخذ لي وي فاي شركات مختلفة هل يريد أن يشتغلون في مجال السوشال ميديا كبث أو أن نشر محتوى مباشر هل أحتاج أستخدم التاكس كثيرا في الناس لا يستبيح ينشر محتوى بدون أن يضع اللوكيشن فوق هل يمكن أن يكون مباشر لا يستطيع أن يكون أخذ المكان لأنك أخذي أنت المشركة وكل فيديو وكل صورة لها محتوى معين تبيع هناك أشياء في الصورة تستطيع تعرف مكانها وان تقتل كمعلومات ولكن لا يجب أن أعرف ماذا يخدمني أنا أشتري أرض المعارض أو المنام ومؤتمر وإذا أستطيع من خاصية أن أي شخص يومين أو سنة هذه هي مثلة مثل موضوع الهاشتاك أن يدخل ما يحدث في المنطقة أستفيد حتى في موضوع سناب شات على سبيل المثال في ناس يدخل يدخل اليوم يدخل على القرارات العالم والدول ويجب أن يدخل في الخارطة ويجب أن يدخل ما يحدث في المنطقة في السبيل الدولة ويجب أن تكون قناة ثانية أو قناة أخبارية ويجب أن يصبح تفجير لبناء مباشرة مباشرة ويجب أن يتعلم أحمر ويجب أن تكون ويجب أن تشاهد لايش بدون قناة ولا شيء فإذا يجب أن يستغل ويجب أن أستغل ويجب أن أذهب لا تضعوا على الإستجرام أو تويتر أو اليوتيوب لا تضعوا على لأن تستبيد منها لكن ما يمكن أن يستبيد هنا هنا من ضد ذلك لابد أن يجب أن تضع الموطع أو الموطع أو الموطع أو يمكن أن يصل إلى الوقت ويعرفون ما هو الأحداث التي تصار في المنطقة وما هو الأحداث التي تصار في المنطقة هناك تطبيق نحن نريد أن نأخذ فاصل هناك تطبيق سبارك سبارك كاميرا واحد من أفضل التطبيقات إن شاء الله ستكون في دورة عندي التطبيق بإذن الله إن شاء الله سأكون مفتوحة بسبوعين كيف نسمع محتوى للسطوري عن طريقة هذه التطبيق الذي أريد أن أشارك بالعجب إن شاء الله سأكون الوقت مفتوحة للتسجيل في هذه الدورة سبارك كاميرا واحد من أفضل برامج السهلة التي يمكن أن أنتج مباشرة أو أنتج مباشرة أصور لغطاتي وفي خلال ثواني أنا خلاص منتجت فيها وأستفيد منها أنا أحرك عليكم في الدورة ممكن أن تشوفها في يوتيوب في أشياء مقاطعة في يوتيوب في البرنامج وكيف تستفيد منها وكيف تصور منها لكن معظم صحفيين العالم هو البرنامج المفضل عندهم هذا البرنامج الذي مجرد أضغط واحدة يصور ثانية ثانيتين ثلاث ثواني أربعة ثواني أطيق بلاي جاهز ممكن أن أقوم بإددت في نفس الوقت فهذا إن شاء الله أتمنى أن نشوفكم في الدورة الثانية وكيف تستخدمته كيف تستخدم هذه البرنامج ما هي تقنيكات التي تحملها وكيف يمكنني أن أصل على محتوى في ذواني يعني أن أقوم بالإمتاد مستخدم محتوى في ذواني وهذا كذلك أي شخص يستخدم لا أحتراض من البناث كل شخص بسيط يستخدم من البرنامج ممكن أن ينتهد محتوى خلال 10 لقائق بإيجاب أن كان في مكان قاعة واحدة هذه الصنع المعدال او شنو العدوات اللي احتاجها علشان اقدم محتوى وانا احس ان انا قادرت اعطي حق الناس حقهم وفي نفس الوقت اكون ارتحت في اداء عملي كان مهمتي سهلة ما واجهت انا مشاكل وحطقت على ان طلعت المحتوى اللبي انا رايح مكان تعبان وصورت وقلت تصريح وحفوق تحت لكن اتفاجأ بعد ان معظم اللقطات اللي سويتها ما تصلاح وانا مضرنا عيد مرة ثانية ومو في اشياء واحد في حياتنا نصور هذه وما تكرر مرتين او صعب انك تكررها مرتين الا الى في الاشياء العامة السياحية وبعض المعالب اللي ممكن ولكن في لقطات مؤتمرات او فعاليات او احداث معينة خلاص هذه مرة واحدة لك اذا ما صورت الصحة او خدت على اقل الحظك في هذا الجانب راحت عليك نستعرض معاكم بعض الادوات البسيطة الادوات موجودة بشكل خيالي بمجال صحافة الموبايل بس مجرد انك تكتب فيديوغافي موبايل في امازون على سبيل المثال راح يطلع لكم عشرات الادوات والتولز اللي ممكن تستفيد منها وممكن تسهل سهل مهمتك لا تستخسر او اشياء بتلكم اشياء بسيطة ما تكلمك من 10 او 12 دولار او 20 او 30 دولار لكن في النهاية راح تعطيني محتوى فعال يساعدني في اداء مهمتي اي حين اي حسنا اي حسنا اوكي ها بنتكلم عنها حين الادوات كلها بنتكلم عنها حين بنشفيها شوي شوي بنقول لكم بعض الاحطار الصير في بعض الادوات اي حسنا يعني او اول نتع سبيل المثال موضوع الترايبود السند اللي تشوفونا السند العالي الترافي اللي هو شاسن انت لنا بعض السندات السندات العالية الموجودة اللي ممكن استخدمها بأي مكان لكن لها ميزات و لها سلبيات وين ممكن استخدمي مشكلة في مثل هذه السندات انا اقول لك انت قاعد تصور على سبيل المثال داخل قاعة او داخل مبنى او داخل مكتب او داخل بيتك لا تحتاج الهي ديوتي او هاي قواليتي ممكن تحصل لك حتى بأربعة او خمسة دينار في دراجون مول يؤدي لك المهمة اذا كنت انت اندور ولكن مشكلتي وين مشكلتي اذا بطلع صوره برا هذه السندات خفيفة جدا فانا ارى ماذا نفارج في السند بخمسة دينار ممكن ان اصور في السند بثلاثين واربعين وخمسين دينار او ازيد يدعون من خلفي الهي اذا انا احب اصور برا وهذا ما اصبح اصبح تصور تصوير السريع كهو سلو موشن كم اصبح صور عالية وعدية الدقاء وعالية الجودة وماذا تقroح الهي د like الوان تقليص الاستعاد بيت ان لا يمكن صورها بحركة يد ممكن و بعض سندات موجودة لكن اذا احب بعض المشاهد اخذ السندات شوية اثقر هفيدوتي في نسمة حتى وزنها هذه السندات خفيفة ممكن أن يصبح استخدام بسيط أو استخدام خفيف عني داخلي أستخدمه لكن إذا بدأت أخلي عليها بعض المعدات ككشافات أو بعض المكروفات الضافية ممكن أن يصبح فيها اهتزاز لأن أي لمسة تشوف صوت هذا أي هوا يضرب أو يحرك عندما تتفاجأ لما تمنتك أن اللقطات فيها شيء خفيف ستجعلك تعب كل شيء من أوليدي هناك أشياء لا تشوفه في العين مجرده أنا أضرب الأستان وقعد برده وقعد أصور وحركت الغيوم في البحرين وحركت سيارة أو أسلوموشن أصور هناك أشياء لا تشعر فيها لأنه لما تمنتك وصوله كل شيء لماذا؟ لأنك لم تتبهت أن اللقطات خفيف وكان فيه هوا أحيانا جسمك تتحبن فهنا يجب أن تتأكد دائما لأن اللقطات ليس ثابت أو ثقيل وممكن أن يطالع الكاميرات البروفيشنال هناك سلارة وغير السون الكبار فيهم يوزن فمع السن تقيل وزن فتشوفها ثابتة في التصوير فتشوفها أداها عالية بينما تتجفون لازم أن تتبهت على هذه النقطة وحسب لها أحساب وإلا قلت لكم سأرسل عني مشكلة حتى موضوع الطول في السن في السنانات أنواع أخذ السن لما تفتح الريول كلها يعطيك مثلا متر ونص أو متر بينما أنت تصور في مواقن محتاج فعفوك أحساب الأكثر ماذا؟ لا أقف أدام الناس في مؤتمر راحبي مثلا عساب المثال وهي أول السن بشكل وصوره يكون شكل جنيس مفحلة ومفروف كصاحبي أو كصانع محتوى ماذا نحن؟ أيضا أننا نتبه في السن حق نوضوع الطول وزن والطول وماذا تحرك السن؟ هل يمكن أن تحرك السن؟ هل يمكن أن تحرك ميني سار؟ علي أمين طالب الريقوست له هل يمكن أن أحرك الباني ميني سار؟ وأستطيع أن أحرك فوق تحت؟ حيث لما صورت سمود حتى تتحرك هل يمكن أن تحرك تهتز؟ أو لا يمكن أن تحرك فهذه تفرج فكلما أحضر كواليتي أعلى كلما أحضر أن نقدم محتوى وقدم صورة على تل ترضي أنا رايح تأمانا أصور أو أتقدم شيء لا تفاجأ بسبب أن أنا خسرت لا أحضر أن أذهب 10 أو 20 مينات زيادة مقابل أن أحصر الجودة أعلى أضمن كواليتي أزيد حتى بعض الخاصيات التي تستطيع منها سوف نرى اللقطة أحلى لأنها تصورت صح باستخدام أدوات صح باستخدام أدوات صح هناك بعض يلجأ مكامل لا يستطيع أن يستطيع صعب حركة ويجب أن ترى المشاكل يصبح في الأدوات أحيانا يمكن أن أستعيب بعض الأدوات التي يمكن أن أستخدمها باليد نماثكة في يدي لدي شيء تبت يدي داخل أثبت يدي ما يتحرك أو لا يتحرك وركب كمارتي وعندي مايكي وركب العدسة وخلاص وحركة الاتجاه الذي يناسبني تركب مايكي وركبت شيء وستفيد وحركة أي مكان وفي نفس الوقت يجب أن أتأكد هناك موضوع الاهتزاز هل تليفون في خاصية المانع الاهتزاز أو المانع الاهتزاز أو ممكن أن أبقى ثانية أو مايكي أمسك في التخبط اليد هذا يمكن أن أتأكد نعم ونحن نتحرك تليفون في خاصية مع المانع الاهتزاز في جزء من الصوح سوف يخرب عليك فأبطر أنه مثلا نغير اتجاه المايك أو أحرك باتجاه ثاني أو أركب قطعة ثانية دعوه يصير فوق حيث أظن أن المايك يصير عندي فوق فهي مجرد أدوات شيء ثاني مثلا شاب النساء شيء ثالث مضوع في نوع الستنت تمسكه بيدك مثلا طبعا في بعض ممكن يسأل مين حصل هذه الأدوات أول ممكن أشوفها ممكن نترش لكم إيميل نحن نترش لكم إيميل فاطمة التسجيل بنعمل عليكم إيميل فايت تولز وبنحض لكم بعض الأسعار الموجودة في السوق بني أسأل بالمثال في بعض الستندوق ممكن أنا أمسك بيديني بيديني مثل ما تشون الصورة ممكن أركب عليها أكثر من شيء ممكن أركب عليها كشاف ممكن أركب عليها ميكرافون في أسعار مرخيصة يعني نشتري منها ميزونة على أربعة دينار خمسة جارة نشتريها لكن في المقابل أعطاني شكل احترافي أكثر ممكن أشتري الكشاف ستة أو سبعة دينار أو ثمائية دينار ممكن أن أركب عليها في دراجون موضوع أو حتى في أسعار مرخص هناك خاصية لأنني ممكن أن أركب في بطاريات إضافية أو أشحانة في نفس الوقت عندي ميكرافوني ضمانتنا الصوت يكون صح و حتى في نهاية شكل عندما أصور اللقاء و أصور في المكان سيحترمون أن هذا الشخص مختلف أكثر أو احترافي أكثر عندما أذهب و أصور معه مجرد رافع التليفون في ويهة ماسكة غير عندما أذهب إلى ماسكة أو ماسكة ثابت يعطينا ثقة أكثر أو استغراري نفس الوقت شكل أفضل عندما لدي ميكرافون غير عندما لدي ميكرافون غير عندما لدي ميكرافون على سبيل المثال و أتحرك ممكن في مكان عامسة في مشكلة عندي ناس في حركة عندي مشكلة غير يجب أن تكون لدي لدي بجائر و كلها أدوات متوافرة في النت و أنا شكثر أحد الشروف كمامية أو شكثر ممكن أن تخدمني قلنا أسعارها لا تتجاوز يعني كل السف كامل لا تتجاوز حتى عشرين دينار أو أقل أو زياد على حسب شروف الكماليتي أو البراند التي تأخذها ولكن في النهاية ستساعدني مكان ظلام أو شوية ظلام من جانب أنا أسابي مثالا بعض الأشياء الرئيسية التي يجب أن أحتاجها أحيانا بعض اللقطات أحتاج مثل قاعة اجتماعات أو بعض المؤتمرات أحتاج أخليها على الطاولة نفسة أو الأسان نفسة فأحتاج بعض الأشياء التي يمكن أن تساعدني كأشياء مصاندة كالساندار مصاندة حجم هاكل تعطيني في لقطة أنا أحب أخذ الشخص من الطاولة مثلا نتكلم عنه ما هي اللقطات التي أنا استبيل منها أو ما هي محتاجها وهذا كل ما يرجع ما قلنا في أول محاضرة اليوم أن أنا عندي لقطات معينة أو عارش ما أبيها أو عارش ما هي اللقطات التي أبيها فبالتالي يجب أن أخذ معي المعدات الصح ممكن أن أثبت الاستاندار أو أخذها على الطاولة وخلص وصور بلقطة كاملة نفس الشيء ما بوع الميكروفونات الميكروفونات أنواع وأشكال وفي منهم غالي وفي منهم الرخيص يعتمد الآن ما هي القوالية التي يحتاجها ما هي القوالية التي أبيها هل أنا أبيها شيء يحفل موسيقى أو شيء أبيها أو أبي شيء لا يجب أن يكون مسموع وقدر أن نقدم حق الناس بصوت واضح ومقبول نحن نتكلم عن منصات ميديا أبي شيء مقبول لا يوجد إزعاج ولا يوجد إزعاج ولا يوجد إزعاج بسيط لكن كيف قادر أن يسمع الضيف أو الشخص أو الموسيقى أو الخلفية مع أشكال ممكن أن أخذ العادي بدون أن يكون فيها Noise Cancellation هناك أنواع شركات زوم في أشياء وممكن أن تطلع فيهم لكن ممكن أن يكون في أشياء بسيطة أنه قد أدي غرضي على أكمل وجه وممكن على طريق بعض التطبيقات أصحح بعض الأشياء في الصوت لكن على الأقل يكون المادة مصورة في مايك أو يجب الصوت يسجل في مايك صعب أن يذهب في مكان طوضة وزعاج ويقول أنه تعالي نظر في الصوت ممكن لكن يكون في صعوبة جدا جدا أنا أعز الخلفيات وأعز الأشياء حيث أقدر نحن قلنا هدفنا أن يكون كل شيء سهل كل شيء سريع لا يوجد شيء يعتد من أيضا من الأشياء الرئيسية دائما لازم تكون معايا تكون دائما ثابت شيء ثابت عارض من أحيانا أصور بره تريفوني بصيد الشمس وبنتكلم عن أشياء أشياء دائما لكن الشارت من الأشياء رئيسية جدا خصوصا نحن قلنا على الموبايل فالشارت يخلص فاقل من الوقت عندي مطارية إضافية لكن في مجال التصوير أعرف أن تستهني أكثر أصور 4K أصور ذي عندي كشاف أو كشاف لإضافة التليفون فلازم أكون جاهز دائما حسنا شكرا حلواتي موضوع الإضاءة نفس الشيء الإضاءة لم أعرف أشخاص موجودة لكن على الأقل لازم عندي بكرة ما رح في أشخاص أو فاق ما رح ما رح تتحمل رجلنا حين معظم الاتفادات اليديدة قاعد تقبل الخاصية بس أنا ما تقول ما رجل أخلي كل العالم يشترون تليفون أبقي لكن على الأقل عندي أشياء بداء واللوحة منذ البداء شوية شوية قاعد تقل يعني ما قلنا مقرفون قاعد يقول مقرفون الإضاءة يستخدمون تصوير الليلي بكل وروح لكن ما هو يجب أن يكون كل مستعد حق بعض الأماكن اللي أنا محتاج فيها إضاءة أو حتى موضوع ممكن استخدمة رينج لايت بعضهم يستخدم رينج لايت يتوفر كل مكان فممكن نستفيد منها إضاءة يعني حق موضوع الممري لما بروح على الخصاص التليفوني أو بحدد لقد قلنا هدفي بداية ما هو الحجم اللي أنا محتاجه هل محتاج أصور 4K فدخلت من البداية 4K فأنا نجب أن أعرف أن كل 4K تكلفني تقريبا نصف جيجا مثلا مثلا فإذا لم أصور عشر دقائق فأنا أريد أن أرى شم جيجا حسنا هل تليفوني في الممري الموجود اللازم ما بروح مكان أصور وتفاجأ عندما صورت شم لقطة يزعب بين 4K أتفاجأ فأنا نقطع ميسج فل تعال ندور في 20 اللقطات تبقى محيها ودور في الواتساب ومحي ودور بيه وشخص مجددانك واضف أو اللقطات ما تنظر فضروري أيضا من الأشياء نجب أن أتبه لها أن يتأكد من الممري مالي قبل وقبلها أكون عارف ما قلنا مساعد اسم الفورمات لديها كم الحاجة منها محتاجة 720 معقول لقطة على الستقرام وأستخدمها على اليوتيوب معقول HD ممتاز ما أحتاج 4K لقطة عالية عادية ما أحتاج لها 4K ما قاعد أصور شيء جمالي ولا شيء فيها يحتاج في ضاوائل أو شيء أصبح المنموم المقبول أقل حج مقبول كصورة بدرجة أن يمكن أن أرى ما أستمتع فيه أيضا من الأشياء التي تحدث هو تريفون الاحتياطي دائما يجب عندي باكب تريفون وكثيرا مننا موقف يوم الاليين ببنى التريفون تعال شيء غير ما يشتغل غير موضوع الشارت قاعد أبا شيء غير التطبيق ما يشتغل صار فيه خلل بتقول لي موضوع السرعة بروسيسر الرام ممري صار يشاير تريفون ما صوت لأبدات صار البرنامج ما يشتغل فلازم دائما عندي شيء باكب ولازم أتأكد أن الباكب على الأطل يكون نفس الـQuality ما يصر أخذ تريفون على سبيل المثال الهواوي مثال الـMeta Pro 20 اليدة مثال وأخذ معهم iPhone 8 iPhone 6 بتشوف فرق أو نفس الشيء بأخذ iPhone Pro 8 وبأخذ معات iPhone 6 أو 7 بتشوف مستوى إضاءة quality الصورة بيفرق فلما بوحد اللقطة الأولية حق أسامة أو أخذها مهند وتشوف أسامة وحلوانة والشخص أخر مظلم والصورة كلها مكسلة لماذا؟ فلازم بعد حاصل إذا أنا سأصور فلازم على الأقل الـQuality متناصف أو قريب 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 لا أخذ تريفوني نفس الشيء وهو الأفضل ولكن على الأقل الـQuality جريب من الـ2 موضوع الإنترنت وهذه أكثر مشكلة عندنا نعاني منها في البحرية أنا لازم أخذ لي أخذ لي data أو package معي إذا أنا فعلا أبدأ مباشرة أو صور أو أنقل دائما عندي نقل دائما حق ملفات أنا عشق اليوم وأنا سأصور وأنا نقل ملفات فلازم الآن سأتأكد دائما أنه باقتي مناسبة موضوع الـLimited يجب أن يشتري بين الشركات وكل يريد يربح يسرين يكسب من المجال ولكن على الأقل لدي عارفة ما هو package مالي عارفة ما هو data ما أتفاجأ بمثال أنه صاري سبوع ما دفعت البيل فتحول يطلع لي 4G فوق ولكن الأداء التفريجي لا يعطي أن توجي فلما أخذ مباشرة سأصور فعالية أو بطارة أو بطارة أو بطارة أو بطارة أو بطارة سألاحظ أنه وقت طويل جدا بالتعطى الأشياء بسببت أن أنا مقادر لأنه خلص عندي الناس أو أن الشركة عندما خلصت باقي جمالي يعطيه السرعة لفلانية يقلل لي السرعة فرح أن يأتورق إذا لم أكن تتابع يجب أن ترى أشياء جداً بسيطة فما قلناك هي أشياء جداً بسيطة لكن أي واحد فيهم سأسبب لي خلل أرسلناك بث مباشرة ما عندك إنترنت إنترنت ضعيف ما في واي فاي صار ضغط في الشبكة في نفس الوقت نس ما قلنا مساعة عارف أين يقوم مالتي قوة في المنطقة أحياناً لديه بديل عندي راوتر عندي راوتر فيفا والشب مالي يبثلكم هنا حيث لو انقطعت كانت الشبكة الضعيفة أخذني أما كانوا كلهم ضعاف أنت معني في شكلة بعض الأماكن على سبيل تطلب بعض الأشياء أو بعض الأشياء فتتفاجئ أن المكان لا يوجد إرسال مضطر أن تأخذ إرسال من الفندق أو أن تعمل الفندق لديك أكسس على الفندق رحت قبل الوقت وتأكدت أن تستطيع تأخذ واي فاي من المكان هل واي فاي مسموح أن تأخذ من الفندق أو من الجهة المنظمة نفسة أو من الجهة المنظمة فهي أشياء جداً بسيطة لكن دائماً كلها يستعد لها وجاهز وإلا تعطل عملي تعطل فهي أخذ أكثر أشياء فيها كيف ممكن أن أطور المعدات؟ طبعاً مجرد بعض النماذج في أشياء وائد عدسات ومانع اعتزاز سواء من أي شركة موجودة كالسوني أو أوزمو كلها أدوات أنا ممكن أستفيد تليفوني لا يوجد زوم ممكن أستفيد بعض الأشياء الآن بعض يحب تصوير حتى القمر لاحظنا بعض الأشياء فيها الخاصية التي يمكن أن تصوير حتى القمر في بعض اللحظة في بعض اللحظة في بعض يرجع بعض التلسكوب والزوم والذي يمكن أن أركبهم والذي يمكن أن أركب تليفون والسبيل من عدده تحسين تعطيني الأقطات أفراد فأنت هنا يعتمد كيف قادر تعطي أو قادر تحدم عملك الشيء الثاني عندنا موضوع مثلا أوزمو بوكت أمس تكلمنا عنها أوزمو بوكت حاليا من أفضات التلسكين المتوفرة في السوق وقعد تعطيني أداء الذي قادر يخدمني ويوصل الصورة حتى أوزمو بوكت قادر يعطيني أفضل أني أختار أريد سلو موشن أريد فيديو أريد أريد صور أريد صور طولية أوزمو بانوراما على سبيل المثال وفي نفس الوقت عارش الخاصية وعارش أريد أن أرى اللطج وأنا أصور عارش ميزة المانع الإتزاز كثيرا كثيرا مثلا أنا أفتخر في موضوع أوزمو أطلبهم من قبل سنة يدخلون قبل ويوجدهم في السعود في كويت حاليا بعض الشركات قلون لكن فعلا أوزمو الذي يستخدم أفضل من مثبت الحركة العادي بالنسبة لي أنا ممكن تركيب على أكثر من تريفون موضوع السبولايزر أنا كنت تكتب ناقش مع أحد الصوات قالت لماذا لا أخذ أوزمو أقول له ممكن لكن كم شخص يستخدمه إذا فيه مثال أربعة أشخاص أو خمس أشخاص كل واحد تريفونه غير فأنا لدي القصة يومية كل ما يستخدمه يجب أن يقومها معين موضوع التوازن والبالنسيق اللي موجود فلازم أنتبه أنتبه حق ذي الشيء إني عسى بمثال هذه الأشياء الأدوات التي تطور مثل الأوزمو في أكثر من جهة في أكثر من قضي خيارة أو أكثر من بديل اللي ممكن نستخدمه سواء آخر اللي فيهم الكاميرات جاهزة منه في الكاميرا أو اللي ممكن أنا أركب عليه والسريب الخاصية لكن قلت لكم هي مجالة كلها بدأت الموجودة مطروحة لكن يعتمد أن أنا كم جهاز إذا لم أخرج على ثلاثة هو واحد لاحظة الصورة اللي علي صارة اللي فيه الميزانة يضبط موضوع التوازن يجب أن أتأكد منه هناك أدوات ثانية مثل أوزمو اكشن أو موضوع اللي تركب الشياء على السيكل على القطع اللي ممكن نركبها وتحرك فيها حركة في وائد نقاط اللي ممكن أدوات وائد هي لكن أنا أعرف ما هو احتياجي و ما هو اختياري موضوع لدي العدسات الخاصة موضوع هناك الكاميرات التي تنزلت حق الأنسة 360 وغيرهم أو حتى السامسونج أو حتى هواوي عندهم كاميرات احترافية في موضوع 360 360 يخدمني خصوصة في نقل المؤتمرات أو الفعاليات لأنني أخلي المشاهد أو الشخص في الحدد لما نقل على اليوكيوب أو بعض البرامج أضع الكاميرات 360 في كل الجوانب حيث المشاهد أو المتابع يمكن أن يرى المؤتمر يمكن أن يرى الحضور يمكن أن يتحرك نفسه يمكن أن يتحرك ويشعر أكثر في الفعالية بدل ما أخذ شخص واحد يتكلم لا أنا لدي الحضورية لأنني أرفع تليفوني فوق تحت أرى الجميع هنا أيضا سأتحسن من مستوى المحتوى المالي إذا أنا لدي مشروع بمثالها بأبرزة عندي إنجاز معين في قطاع معينة في جهازة وإدارة معينة ممكن حتى أركب في ذلك كاميرا وخلي العالم كلهم يشاهدون في الساعة نحن نتحرك مباشر بالمشروع مشروع مطار البحرية مشروع مجمع مشروع الوزارة أو حتى مشروع مشروع الشهر لا يستطيع لديك فعالية أو مؤتمر أو مباراة أو حسب ما ينفعل الحدث الذي عندك أنت هنا أستغل بعض التقنيات كل هذه المساعدة موجودة لكن ما يجعلها تخدمني أو يجعلها بالطريقة الصحة أو بالاستخدام الأمثلة ونسمع أن هناك شركات يجعلها بسرعة نفس الساعة الذي عندنا نفس الموجود ممكن أركب عليه كل شيء أركب مايك مايكين ممكن أركب عليه الكاميرا التليفون وأقدر أركب حتى جوفرو إضافية فعندي أكثر الكاميرا تاخذ مدام عين هل يمكن أن أركب حتى في إتجاه ثاني أو غير إتجاهها وكاميرا التليفون يمكن أن يجعل بعض التليفون أكثر كما كان عندي أو مايكرو أو مايكرو أو مايكرو أو مايكرو ممكن أركب قطاع إضافية وقلنا كلما حصلت التوز التي تساعدني أو التوز التي تخدمني كلما كان يصبح عملي أسهل وصار شغل احترافي أكثر ننزل نحن نسؤول ويطلب خلالوا مع بعض مايكرو الآخر الأشياء اللي لازم أحاسب فيها في التصوير أو مايكرو المشاكل ممكن تواجهني أثناء التصوير في أي فعالية مثل تصوير شخصي مايكرو مصور وصور مايكرو خللوا نكتب مايكرو المشاكل مايكرو الشيخ الدوصد يمكنك اتصال الإضاءة إبراهيم بردولي بنور أحمل بإضاءة يقولون المسافة الحلواتي ما هي المسافة تصوير؟ الكادر كادر الصورة نفسية الإهتزاز عمر العثمان يقول الإهتزاز والإضاءة والزوايا والشحن أوكي بعد بعد غير الشحن وغير الشارج عميني حسن تقول الإنترنت حلو نقلم ساعة موضوع الإنترنت ارتفاع ذات حالات الكيميرا إذا أنا قاعد أصور برة وشمس قوية راح أخلص شارجي من الأربع ساعة إذا أنا فل الضامن رايح فل موضوع الإرتفاع إذا كنت أنا في مسرح أو الذي مكان لابد أن أرى مكاوين فوق تحت أنا قصير لابد أن أتوارد ما عندي لابد أن أتوارد فوق موضوع الثابات في المكان بعد ما هي المشاكل التي تتواجهني موضوع موضوع الصوت جداً مهم وضع نعم أقوية في مئة شخص يجب أن يكون المتامرة والمهرجان سيساعم الحركة متى الشخص إذا أنا أحطى سندي واطق قاعد وجدتنا الشخص قام بتحرك مكان ثاني قرر في لحظة ما يقوم يتحرك على الستيج وأنا بعيد عن الكاميرا هيا العياضي موضوع موضوع ما اسمه؟ كثرة الحركة أنا أحطت سندي دابت بدي كلما نحلها أحطت سندي هناك نحن تحبكون جدانا موضوع الجو أدوات احتياطية عندي بكة بدي سندي دابت سندي دابت وانكسر ما يفعله؟ أو طاح مننا قطعة صار ما يثبت السندي خاصة بعض الأساندات بخصص خفيف لا قواليتي فنجد أن تكون لدي تباعات هكذا ناس ما قلنا غير ما أخذ هافي تيوتي لو طاح ما يكون شنور ما راح تأواجه مشكلة فيه حلو نوعية الفعالية خطرة ومسموح فيها أو غير تصريح نعم موضوع التصاليح جدا مهمة هل مسموح لي أصور فيه أم لا نعم 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 cogn know نعم 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 خصوص المصورين أخوان المصورين يعرفون فايت الضيف أو الشخص الموجود الكل يهجم عليه أو كل يحصل على الموقع الذي يستطيع يصور ويأخذ اللقطة مانته لكن إذا أنا مبتجع أو في مجالي سأواجه مشكلة لنجب أن أتأكد إذا أنا ضامك أصوي تايم لاتس على المثال سأخذك كما أنا ما أتبع عنه تقو على هذه الصورة وفي شخص ووقف تقرب عليه اللقطة التي بها راحت موضوع حتى تتكلم عن موضوع حق المكان تأكد شون ممكن أضبط إضاءة فيه في بعض البرامج سأعدي تعرفني شون أقدر أعدل في إضاءة ممكن أساعد في تطبيقات حق التصوير لأنه ليس أتصور تليفوني نفسه لا عن طريق تطبيق دخل التليفون وتطبيق في وائد أوبشن تساعدني في موضوع الإضاءة شوية لكن في نفس الوكشن هون أحاسب على كواليتي ما أحط إضاءة زيال تعميل الأقطة وتقدع تنبع المشهد ماني الاجتماع الاجتماع في الموقع كثير من بعض المناثات الفعاليات يضعون منصات في موضوع الإضاءة وإضاءة تكريم وإضاءة حتى تأكد أنت واقف هنا لا تشعر بالموضوع لكن هناك أشعر في موضوع وتشعر أن هناك حركة جداً مثل تشعر الحركة بعدين عندما تنبع تشعر تشعر النبيل وين تذهب إلى اللقطة؟ فنجب أن تتبع أن هل المكان الآن ثابت؟ هل أنا ثابت؟ ووقت في مكان صح؟ حاط الستاندي في مكان صح؟ موضوع الهواء نفس الشيء أي هواء سيهز الستاند أي هواء إذا كنت تمركب مايك سيخرب عليه الصوت لو كان الصوت سماعات أكبر رأيك هواء يعدل الصوت فإذن حتى في البث المباشر أنا أضع الستاندي وقعنا بث مباشر على سبيل المثال لازم أن تبه للمحيط لحواليك هناك محمد ها عبدالله هم تروحون من ذلك؟ عندك أشعر؟ فأنا فأصبح صلاقة ديها جماعة في الصوت خليك سكتون خليك اسمي هناك أشخاص أنت مالك سلطة عليهم ويقول الله يسمحك اسكت أوليك ممكن أحيانا في بعض الأشياء ممكن أضع إشارة أو أضع إذن النبث مباشرة وأضع ورقية وأشير لهم لكن لا يمكن أن تكمل كيف أنها فعالية لماذا؟ لكن هذا ما أختار صح نسمع أننا موضوع الستاند أختار الستاند الصح موضوع الانترنت الانترنت الستاند حتى أحيانا لا أمسك الستاند هنا طبيعي لا أمسك الكيمارة أو أصور بالستاند حتى في اليد هناك أشخاص منهم خفيفة هذه الأشخاص لا أستطيع أن تسميه إلا بعدين فبالتالي ستقضي على تصور مواصف لا تنتبه لا تمسك بيد واحدة لا تمسك ثيفونك بيد واحدة لا تمسك ثيفونك بيد واحدة لا تمسك بيدين لو لم تكن مضطار لا تمسك بيدين لكن على قد تجعلك بيدين دائما طبيعي البشر عندما تهوص بإضافة تشاهد هزة بصفة في اليد هذا الهزة لا تمسك بيدين في نفس الوقت عندما تمسك الستاند سأتأكد أنه حتى مكان الصح لا يوجد لا يوجد أي اهتزال في الانترنت تحدث عنه ما يوجد الأشياء في الانترنت في التليفون الناس لم يقلنا في شيئة مرة سأتصور لا يوجد تليفون واحد شيئة في التليفون ماذا تفعل؟ سأتعلي فأنا سأتعلي سأتعلي تورف فيها فإذا أجب أن تأكد دائما وهذه الأشياء أنت من فيها لك لا يوجد مثالك من السيارة يجب أن تتطاع من هذا شائر إن شاركة في الكيمار لا يوجد فيها شارك رأي الأشياء لا يوجد حسابك في الأحظة تصير وتخرب على كل شيء من الأخطاء الشارع التي تصير دائما موضوع العدسة موصل تليفون كثير من الناس طبيعاتنا موصل تليفون باليدين باليدين ينسب موضوع تمضيف العدسة الذي يوجد عدس التليفون فأنا دائما أتصور ومسك تليفون ويوجد بيدين تليفون فأنا ننظف العدسة فهذه تأثر في مستوى لا تكون واضحا تقول لك غريبا لا يوجد تصوير لا يوجد تليفون لكن عندما تفاجأ عليه أرى نوع العراج أو طبعات وصبع الذي تأثر عليه الآن لا تؤكد دائما لأنا كل الوقت أصور لا أتمنى أن تكون تهنيف أو تصور ممكن أن تكون لمسك في أي لحظة ممكن أن تكون معارقة ممكن أن تكون شارب ماء أو عصير أو شيء فأنا نرى فأنا نرى الصورة موابحة وأحيانا من العين أو الزحمة ما تصور خلاص ما تشيك دائما تشيك وتأكد لأنه تعب لا تكارب لا تكارب لا تكارب لا تكارب أيضا من الإشكاليات التي دائما تواجهني موضوع الاتصال كثير من الناس في التصوير البث المباشر يتصليها وش اسمها ويخرب عليه البث دائما أتأكد فإن زين تبني والله دخلت على طيران أعطت فعالية ساعة بث مباشر أنا انقطعت على العالم ما عندي مهنين شيء قدامك وعندي دائما عندي بديل عندي في اليفون سبحان الله طوارئ بيتهم أهله في مشكلة معينة يحاول يتواصل عندي أكثر من مصور موجود في المكان يتواصل معهم هذا دائما عندي بديل الشيء الأخير من ضمن الاحتياطات في الشيء وايدي يتواصل معهم بأنني أنا إذا أريد أن أصوّر لقطات لا يحتاج أن أصوّر أطيق الكاميرا وتم أصوّر 10 دقائق و 4 دقائق و 5 دقائق و 5 دقائق إذا أنا قدرت من البداية أعرف ما هي لقطات التي أحتاجها فأريد أن أخذها على أجزاء 5 ثواني 4 ثواني 10 ثواني 20 ثواني 15 ثواني 15 ثواني و 3 ثواني 10 ثواني و 3 ثواني 30 ثواني و 6 ثواني خذت ثواني و 7 ثواني فأنتقل أما الذي يسهل على الخصوة هو الواجتور بكي يجعل كما يصحب على المونتاج يستخدم عليه حتى موضوع المموري مثل بعد كتناصري إذا لم يأخذ ملف حجم عود يمكن أن يجعل حجام يحدث في الأندرويد هناك خاصية عدم نزعاج الاستفادة الثانية للتصوير لا تستطيع أن تقوم بعمل إيفون أو أندرويد حيث نظام بدون أن ينقطع الإنترنت هناك مشكلة تقول لها الواجهة تتواجه بعض المصورين أن يحس من الخجل أو علم الثقة الثقة هذه النقطة الواجهة مهمة أنا لا أستطيع أن أقول نحن نمر جدام الضيف أو جدام الوزير أو جدام المسؤول ضياء التليفوني وبصورها الصحيح صراحة جانبها الصحيح جسمي فهي أيضا من الأشياء ما نطبع عليها في تطوير مهارات أثناء التصوير ما هو اللقطة التي يحتاجها ممكن تخدمني هل لا يحتاج أن أضيفها على الستيج وعلي اللقطة واحدة تقوم بإمكانك 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 بعض اللقطات إذا سمت منها وخلاص فهذا موضوع الخجل أيضا من ضمن الأشياء التي دائما تواجهنا ما نتحرك أحيان ليس فقط خجل ممنوع تروح أنت في منصة الرئيسية الشخصية مهمة جدا قاعدة في منصة الرئيسية وعرف أن هناك حاجز المصورين يضعون بعض الحواجز فإذا أنت ما عرص قلنا من قبل وشفت الأماكن وين راح أوقف فتشوف المصورين دائما يججبون قبل يروح قبل ليش أن يضمن أن يكون جدان وقدر يصور أما لو مصورين سدوا عليه المكان وبدأ يصور من ولي راحت عليه اللقطة ما راح يجر إلا يأخذها من أحد الزملاء إذا كان في تعاون بينه وبينهم هناك أشياء صحة عامة موجودة كنت تشوفه في أي مكانك من بينها موضوع دائما موضوع انتبه ذايا حق موضوع الشمس إذا أنا ما واجه الشمس من أبجديات التصوير لقد كنت تحاول لم تكن عندك المعدات الصحة والعجسات الصحة لتقلل من موضوع الشمس وتأثيرها على عدسك لا تجعل إضاءة أما يتقون وقلنا تجعل الشمس أو إضاءة خلفك حيث أنها ما تعدم و هنا قلنا يفرج ما تستخدمه ما تلتوز اللي قاد تستخدمه المعدات أو العجسات أو الفلاتر اللي قاد تساعدك في ذي شيء في واحد يقدر و واحد ما يقدر لكن يتم أنت ماذا عندك من الأدوات قلنا موضوع التذبيت الكاميرا من الأشياء قد مضرورية انا لازم انتبه لها موضوع المقاصات لانا احد الشيء حتى نلبيها او شو من الانواع اللقطات اللي احتاجه السيكوينس مالي احيانا ساعدني الذكات القصة ماتية بكتوبة كلاقطات وعارش ان ابي فلما اصدرهم بالترتيب صح حتى في المونتاج للتليفون سيسهل علي اني اختارهم ولا بعض ممكن ان احرك وبدل لكن دائما التسلسل سيخدمي اكثر اني انا شو في منتاجي او ترتيبي حق القصة في البعض قلنا ان الاتليفات القديمة او ان المبلوم القديم اع بعض الاتليفات اللي الزوم فيها شوية اضعف لازم ما استخدم موضوع الزوم اليدويه بالليباليد اذا ما كانت عدسية او ان التليفون يقبل للشيء نعرف ان من اسا ونزوم مباشرة راح تكسر الصورة مراح تكون الكواليك نفسه وما يصير اخذها كخيارة يعني ممكن المفترض ان انا اجرزر شوية قد لا اقدر ولا اني استخدم اوالجا لموضوع شسمان الزوم ايضا موضوع حتى شسمان لما احاول اصور بياني لاحظ من كل دانا الناس يطعون في خطاع ان الصبع او طرف من الصبع اللي فوق اما امسك من الطرف من الصبع يبيني او ان امسك بياني واحدة واصور فوق حتى ليهني فانت ما انتبه مرافع تليفوني فوق اتفادي ان بعد ما صوت اللقطة ان فيه جزء من الصبع موجود في الشسم طرف الصورة ممكن اصوي كروب اوضيبس نحيان بعد اللقطات سيكون فيها صعوبة شوية فلازم انتبه في نفس الوقت اسم قلنا الاطراح بداية ما حضره مبروخ خصوصيات الاخرين مو معنات ان انا كمارا قاعد اصور ان انا منحقى يصور كل شيء انا منحقى اصور اي حجاب بيه فلازم انتبه انتبه حق الخصوصيات فيه ناس عندها خصوصية لازم فيها استئذان قبل ايجب على المصورة اتأكلم ايضا حتى اللقطات لازم اصور عمياني لازم اتأكلك على صور اشوف تليفوني احيان في بعض المشاهد شخص يكون وضع غير صحيح رأس مائل عداء وطائح قد كن واحد جبهة تلك ذي لازم انتبه له انه مو اصورت ذي فلازم ان دائما اشوف الشاشة اتأكلم على شاشة قدامي اتأكلم على شاشة المشاهد عندي جدام صح ممكن الشاكس لو كان عنده شيء خطأ في شيء طائح شيء ممكن ان اعادله لو كان في بعض المقابلات لا يجب ان انتبه لهذا الشيء فيه طريق ان انا ممكن اصول فيها خطة عمل حقي اكتبها ارسمها اضع السيناريو وقلنا كلما اضع الخطة مانتي لما اروحي بالمكان اعرف ما اربي لما اروح موتمر وهذه الخبرة مع الوقت راح شسمه تتطور فيه اكثر من طريقة لكتابة السيناريو ان اكتب السيناريو ممكن ارسم المشهد كسكتش اكتب اللقطة عن موضوع فلاني لقطة السيد فلان يدخل تصريح السيد فلان يقف خلف الجمهور لقطة المدرب وهو يشرح لقطة عسل المثال شسمه احد الطلاب يرفع يده لقطة احد الطلاب يكتب نوت اخذ شسمه extreme shot شسمه ان هو قاعد يكتب فكل هذه خيارات موجودة او نماذج بحيث ان قلنا من اكتب الاختبار الخطة ماتية او السيناريو مالي اكتبار قصة اروح اصور مباشرة اعرف لو انا على سبيل المثال او شخص مصور او شخص مصور او شخص مصور محترف او بسعين في مصور مجرد ما اعطي الخطة واللقطات وحتى الكلام والحوار اللي ينقال او شخص مصور بطريقة جدا احترافية وقاعد سهل مهم فممكن انا كرئيس على اعلامة ومسؤول اعلامة ممكن اكتب السيناريو مع اللقطات المطلوبة واعطيه احد المصورين معين في الوزارة او المسؤول ما يشتروا معي في فريق العمل في الحساب او في أي جهة ثانية ويقدر يسوي ذلك الشيء بالفكر اللي انا محتاجة باللقاط اللي انا محتاجة بالهدف ما بعطي عميانة او اروح صور لا انا احساك بعض اللقطات الجمالية او بعض اللقطات اللي يمكن ان يكون وزير او مسؤول او شخص موجه كن يركز على المشروع او يركز على اللقطة وعدي الصورة لازم تكون تجاهز له قلنا افتراض لو كنا في قاعد تدريب على سبيل المثال شو ممكن اصور بحق واحد اللقطة العامة حق الجمهور اللقطة حق المدرب اللقطة حق الناس اللي قاعد يتدربون ممكن اخذ تصريح من المدرب تصريح من واحد المشاركين في الدورة تصريح من اللجنة المنظمة المنظمين فهني مجرد هاي كنموذة البسيط موجود عندنا ذي اللقاط اقدر اصنع قصة بسيطة عن دورة معين تدريبية على سبيل المثال اقلت عليها في الأشياء الثانية كما استفيد منها في قصة لي في بعض الأحيان تحتاج لقبال الحوار يتبع علي أحيانا قلنا بتحتاج بعض الأسؤال ممكن اقترب بعض اللقطات تحتاج بها بطول صوت او ممكن تركب علي بعض اللقطات او ممكن تركب علي بعض الفيكت فاكتب حتى اللقطة ابي فلان محتى لا يهمني الصوت حتى لو ركبت مايك لا يهمني حق المصاولة لأن عارفة بوري إذا أعرف من البداية بروح بصوي فيلمي كله صامت فما أحتاج مايك عارفنا في النهاية في المونتاج ما راح أحتاج المايك بتكون مجرد لقطات عامة حق الفعالية وحق الإفادس وراح أركب عليها موسيقى أو أقولش اسمه أو ما أثر معين صوتي موضوع setting قبل التصوير يمكن كثير مننا يشترد تليون وعمرا ما فكرنا يدخل على setting أو الخصائص الخاصة بالتصوير إلا ذكاء شخص مهتم مودي في عالم آخر في موضوع setting يضبط إضاءة يضبط جودة الصورة جودة سلو موتين لكن الكثير مننا لا يدخل على setting سواء كأندرود أو آيفون إن خلاص لا يوجد عدسة جيدة وحلوة لكن لا يعرف شخص الخصائص التي يمكن تعطيه أفضل هذه الأشياء التي تقوم بضبط الإفتراضي أو الـ default ما الـ default هو الأشياء التي يوجده في التليفون لكن هل يمكن أن التليفون يعطي أفضل؟ هل يمكن أن يحسني أن يصير أزيد؟ ممكن لكن ما دائما يجب أن نتبه هذا يجب أن نموذج على آيفون أنا أدخل على آيفون وحشو الخصائص لديها موضوع حتى مربعات تطلع في الشاشة على سبيل المثال ماذا تطلع للمربعات؟ ماذا تطلع للمربعات؟ ماذا تطلع للمربعات؟ ماذا تتكلم عنها؟ موضوع الـ lighting الوأذي موضوع ماذا تطلع منه؟ موضوع حتى الحجم يليها الإعلام؟ إذا كنت أصبح بمثال ماذا تطلع للمربعات، ما يحتاجه؟ ويجب أن يتجبونتك لا تتاكم في الشاشة إذا أخبرت أول أفضل يقولين أن كل دقيقة من هذه الأفضل صحيحين سوف أعطيك حجمة 40F فأنا أعرف ما هو موضوع تليفوني عندي موضوعي أو لا ؟ هل سأخذر على الـ cloud أن تتخزن بمثالت؟ فأنا عارف أن أقل شيء 720 يعطيني هو يسمونه ما يسمونه مكتوب Space Saver أفضل خاصية ممكن يعطيني شيء ما أقول ويخدم ذلك الـ Default يأتي على شسمه على ثلاثين تب أفضل كل ما زد أفضل لكن دائما تتأكد بشأنه أن كل ما ترفع الحجم صعب تحصل الـ Quality لكن نجم ما أحس أن أحصل بشأنه موضوع المساعة أنت بحقي مساعة وهو يقاس على أندرويد أو لـ iPhone دائما أدخل المساعة وأضبط وأشوف نفس ما قد أكتبوا أخوان في الخليل الحلوات قال إيكتبنا صندقاء أن هناك أشياء يجب أن أعرف كمبتدئ أي يجب أن تقلع البرامة الشيخة ما خاصية؟ أنا أريد أن أقوم بإعادة أن أستخدم في تليفوني الـ 1080 بالنسبة لي ممتاز لا يمكن أن أقوم بإعادة ثم لكن الأشياء لا يفهم الأمور فأنا نقوم بالـ default وأشاهد مع الفترة لما تظهر أكثر في الموضوع في بعض الفيديوهات تساعدني تفاصيل أكثر ستساعدني أحضر خيار الـ Option الذي يناسب بالعمل هذا العمل لا يناسب 4K أصلا لأنه مجرد لقطة عامة وممكن أن أشرب على Instagram في شاشة صغيرة فتكتين سابت ونتي لكم وائد واضحة على سبيل ذلك نفس الشيء موضوع الفريم ما نقصد بالفريم كل ما زاد الفريم كل ما قد تشاهده سموث لو أشرحها بطريقة بسيطة تشاهدون جدام مع الشاشة أول واحد يمشي سموث أي حركة السيكل سيارة أي شيء سريع يمشي وتشاهد اللقطة جدا تشاهد شي سموث موجودة بينما كل ما قل تشاهد التقطع نفس الشيء في هذه المثال أنا سموث أصور شيء سلو موشن أضيفها كل ما قلت بفريم مثل تشاهد اللقطات الدعايات المكتة أو قدرة الماء أو شيء يطير أو قطعة الطيث هذه طبعاً أصبحت كما يكون الكامير الموجودة أو العدزة لكن هل تشاهد هذا المثال نفس الشيء موضوع سلو موشن نفس ما قلنا لاحظنا حالية في الإيفون لدي المكسيموم 246 في بعض الأجهزة وهذه الطفورتي تخدمني 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 ما نحق في التصوير بشكل مصور نحن أعرف كل ما زاد الحجم أو كما حاجم وقال المماري يصير عندي موضوع دائما الـ Auto Local يطلع لنا دائما أو الـ Auto Focus يطلع لنا في التليفونات عندما يطلع لنا كيف سفيد منها و كيف سفيد منها و كيف سفيد منها يجب أن أعرف كيف سفيد بإستخدار عندما أحبك تليفوني على سبيل المثال يميني يصار إضاءة تختلف بينما عندما أرى إضاءة الصح مجرد عندما أقوم على الشاشة سيصبح يطلع لها الشعار الأسفر إذا لا أعرف أي مكان سأحبك من التليفون سيأخذ نفس الإضاءة بينما إذا المستر إذا كنت في إضاءة سأكون إضاءة أكثر هنا أقل هنا أقل هنا أقل لا بينما إذا فعلت مجرد ضغطة واحدة سيصبح على الشاشة يصبح هذا اللوك الأسفر هذا يعني أنه إضاءة ممكن أحبك فوق تحت و كيف سفيد متذبة الإضاءة هذه النقطة مهمة و كيف سفيد منها بالتليفون عندما يصور لغطات يطلع أي شيء في حياتك تشوف عندما تطقي على الكاميرا يطلع لك مربع لا يشخص لك المربع لا المربع حوث مدة على الشاشة يصبح معنى أن لغطت الإضاءة أنا محتاجة فكل مكان ستتحرك هذا مهم في التصوير لما نصور مقاطع معينة لا يصير أصور في مقاطع جزء منها ظلام و مقاطع جزء منها مقاطع جزء منها واضحة أكثر كإضاءة زيالفية مثلا فهذا جدا يجب أن تكون موضوع الـ HDR تشوفوا بعض الخاصيات الموجودة في التليفون كيف يحجم الـ HDR كيف تليفون مالفوت يعني يعطيه صور أكثر وحواء أكثر ألوان تشبع الألوان يصبح يأخذ من كل تفاصيل الصورة ولكن إذا أحصل صورة حصل كل الألوان اللي فيها فلازم أصور على سبيل البستان لا يستطيع لا يستطيع صور بيدي صورة وتطلب منها حسب الـ HDR لا سيشتغلوني أصلا مدام في حركة في التليفون أو هزة في التليفون لا سيشتغل إلا على السابق لكن ماذا يخدمني؟ يخدمني أن التليفون سيشتغل أكثر غير على الكاميرا العادية أو الصورة العادية سيشتغل أكثر يبقى بصورة أكثر حق الصورة ويبقى كل الألوان اللي فيها من الأشياء الفاتحة إلى الأشياء الغابجة من الـ BrightV إلى الـ Dark عندما يتكلم عن اللطات اللطات أنواعه يشتغل لا أعلم في حركة لكن ممكن أن يجي لها حتى عند طغير اليوتيوب ما هي اللطات الموجودة؟ ما هو اللطات الموجودة؟ ما هو اللطات الموجودة؟ لو أقول لي تبه Head Shoulder، تبه شسمة، تبه Medium Shot، تبه شسمة 2 shot، تبه Over Shoulder تبه Extreme اللي يبين جزء معين من ويها وجزء معين من جزء وويد زوم موجودة أو صور اللطات الموجودة فكلها اللطات مثوعة ممكن أن تتطلع عليها في أي مكافل يوتيوب أو حتى في جوجل لا يوجد أنواع تخدمي لكن ضروري أن تعرف أن التنويع في اللطات سيخدم المحتوى مالي ويخدم في المالي ويخدم ويخدم ما عندي فقط كمارا نفسي اللطات أنا أحفظ كمارا يا يمين يسار يا يسار يمين يا يمين يسار يمين فلازم دائما أنتبه أنه نوع في اللطاتي إذا كان فعالية وإفتد معين ممكن أن يصور أكثر من اللطات ما عندي فقط لطاة عامة من بعيد لا أخذها شرط من بعيد لا أخذ كلها شرط كلها شرط من بعيد لا يصوره لا يجب أن نوع يجب أن أخذ أليس 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 أصور الناس ممكن أن أستعد الناس معينين ممكن أن أكتب شخص راح أصور يد كتابه هذه كلها قلنا عندما أكتب خطتي أو قصتي أعرف ما يحتاجه هل يحتاج مثلا لطاة عامة لطاة عامة لطاة عامة لطاة عامة لطاة عامة أولا مع الخبرة أعرف أنت في النهاية كيف سننوع لكن لدي مشاهد معينة سوف أصور فيلم عن شيء معين عن ضضية معينة الموضوع قصة معينة فلازم أن أصور الشخص ما يدخل من الباب كيف نبق صوره الشخص ما يكون قاعد عندما يكتب شخص ما يطلب به هل أبي هو يكتب على القلم أبي هو رفع يده يتكلم بالتريفون مجرد بس السماعة تبينك أو بلح اللبسي تحركوه مثلا فشون اللقطات التي أحتاجها كل ما نوعت في اللقطات كل ما خدمتني أكثر لكن يجب أن أكون أحسن اللقطة تخدمني أكثر مضح صورة عين في عيني ونعافنا لا يتماش المشهد مع الموضوع اللبي راح مؤتما صاحب يحف صورة عين ما كان في هذا الشيء معين صاحب ضيف تحت لي تأثر حيث أوصل رسالة من اللقطة لنبيه عندي هدف من اللقطة أقوله حق الجمهور وهنا تكلع موضوع الزوايا وهي الزوايا اللبيها شو ممكن بما يخدمني إنها في مشروع سمعون عن ما بمقول لك مصورين عافونا قاعدة التسليفة وشنو شنو قصة المربعات التي تطلع في الشاشة قاعد تشوف هذه المربعات دائما تطلع علينا في الشاشة لها قاعدة في التصوير هاي فيها بجريات تصوير فوتوغرافي أو قاعدة التسليف أو قاعدة الثلث أو ثلث إننا نقص بالشاشة ثلاث أجزاء كيف تخدمني وين القوة وش الهدف منها في ناس دائما يخلي الهدف مالي في النص يعني أخلي الشخص الذي يبقى صوره أخليه في نص نص الشاشة ويعتقد نفسه هذا السندر الوحيد نحن ما نقول هذا خطأ ولكن التنويع مطلوب ولكن شنو قصة هذه القاعدة هذه القاعدة تقول دائما كل ما تخلي الهدف في نقاط الالتقاء ونقاط القوة في الصورة في التقاطعات شوفوا نص الزائد بالضبط هي هنا نقاط القوة كل ما خليت الهدف مالك في هذه النقاط كل ما أعطى أقوى أحد الصورة أعطى جمالية أحد الصورة هناك محترفين أكثر في ذي المجال موضوع هذا الشيء مثل مصور شخص ونخلي موقعه في الصورة كل ما خليت قلنا استفدت أنا خليت الشخص في هذه النقاط ونقاط الالتقاء كل ما أعطى صور أكثر جمالية أو وزعني المشن في الصورة ممكن أخلي الشخص في النص مصور هذه السندر المعروف لأنه من خطأ نقول أن هذا هو الأساس أو هو الرئيس ليس على كل أقاطي في هذه القاعدة قلنا نحن مصورين محترفين لكن على الأقل نفهم ما هو قصة المربعات التي تظهر في الشاشة هل يضعونهم هل يضعون العبث لا هذه الصورة ليس محتوظ عبث محفظة لتصمي بنا أثناء التصوير لبعض اللقطات الجمالية حتى الضائد حتى يبتخذ اللقاء معه عارف الزائد على اليمين مثل مربع الزائد لفوق على اليمين يجعل الضائد على الوجه أو على الجزء معين حيث يكون الهدف مالي هذا المركز على المجال وذي يجعله وقص عليها وائد أشياء ووائد نقاط اللي ممكن تستفيل منها هنا حق تمرين جسمه قلنا نأخذ بعض البرامد اللي موجودة مساعة قلنا عن موضوع سبارك كيف ممكن تستغله شو نطور موضوع ستوري أيضا عندنا إن شاء الله دورة بتكون بعشة اسمه عن موضوع ستوري كيف تطوير المحتوى هناك دورة على الموضوع بعد طبعا اللي يعرفون من دورة تخيل حساب وزارة الإعلام في دورة موضوع تطبيق مخذ عنه بعد شوية لكن هنا لدينا موضوع موجود موجود خلنا نطلع بشي اسمه نقطع الصوت نقطع الصوت نص دقيقة بس عشان نتقل موبايل ونشفت الصوت لا يوجد مشكلة سننتقل على الجهاز ثاني ثوانيا شير 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 نقطع الصوت نقطع الصوت نقطع الصوت بعض النماذج وبعض التمبلس لتساعدني موجود من بعض البرامج لتساعدني عن موضوع سوريا وقصص السناب على بعض القصص فبتشوفوا مويد في أشياء مقسمة منها كمجانية وكاحترافية اللي تعظيني نماذج جاهزة أنا مجرد أغير الأشياء اللي فيها حسب المزار فقط أغير الصورة أو أغير الناس وأختارش الأشياء اللي تخدمني حسب المزار وأقدر أضيف أي سلايد أحتاجه ما أضيف فيه أقدر أضيف فيه أنا مع التليفونات طبعا اللي عرف مهند أو اللي كم يعرف مهند أنا اللي قصة طويلة من 2009 أقدر أضيف بيج الثاني شنو أحتاج شنو النموذج الثاني اللي أحتاج يمه بيصر عني تو بيج أصبح كلهم جاهزين على سبيل المزار خاني أعطيك مزارة ساعدني أكون موجود اليوم في تقديم دورة توثيق الإنجازات عبر كمرا أنا مع التليفونات طبعا يا أخ مهند أو اللي كمويت أضيف كل أشياء الصورة ذي بيكون جاهز مجرد عقوة سيّة أنا مع التليفونات طبعا يا أخ ساعدني أكون موجود اليوم في تقديم الدورة ممكن أغير الناس أعدل في الناس طبعا هذا الشياء مجانية فيه أشياء ما تشتري الفيت فيرجن بيطلع لي وائد أشياء لكن هل ساعدني ساعدني كيف أصناها ساعدني أكون موجود اليوم محتاج أختار الأشياء الثانية عندي وائد أشياء ممكن ساعدني كنماذج بالطريقة لتنبيهي مجرد أن أغير الناس فقط هذا الشيء ساعدني ساعدني في تطوير المحتوى ممكن أقوم بعمل نموذج خاص فيني وستطوير المحتوى فهذه أيضا من ضمن البرامج اللي ممكن واحد يستخدمها وتساعدها في عملها أنا قلنا ما أعرف ما أفهم ما عندي خبرة في المجال حاب أتطور من نفسي قلنا نفس ما قلنا في أول يوم أمس التنافس على التطبيقات حاليا مثل هالتطبيق في وائد برامج مثل هالتطبيق على تنفسهم أني سونا أشياء مشابهة للتطبيقات الهدف منه نعطيك تيمبلتس نعطيك نموذج جاهز مجرد أن تختار النموذج اللي يعجبك وتركب اللغطة مناتك عليه مقيس هاي أشياء كلب أعظم بجانية في أشياء وائد موجودة في البروفيشنال موجودة موجودة اليوم في تقليم الدورة وإذا أخذنا خلاص عند موجودة موجودة أيضا أستفيد منها عندي خاصة سابتين كل مرة مجرس أسائبه في تليفوني ونشرع على إنستجرام ونشرع على سناب للشخص الذي سترى المحتوى المالي بالعاكس سترى المحتوى احترافي أو المحتوى ممكن إليه بحسابي أو أنه يطور من حسابي نفسه قبل أن أنتقل الأشياء أذهب إلى برنامج الثاني في برنامج الثاني أسمى أوبر أضعنا بسلينك مانا أوبر أيضا من أفضل برامج بعد في مجال التصميم وعند أشياء احترافية بالآلاف والملايين موجودة كتبلتس كأشياء موجودة أشبه بفوتوشوب وتنقل طريقة جدا سهلة ما تحتوي تكون خبير جدا تختار مجرد النموذة لتنبيع سبيل المثال أي لا قد احتاجها وابد اللي احتاجها نموذة جاهزة مجرد اللي عليها لاشنو؟ أن يصور بريس حق الصورة اللي فيها جدا سهلة ممكن أسوي سيرت وأبحث عن بعض المعلومات ليساعدني مجرد ينزل التمبلت خلاص ممكن أسوي التمبلت معين حق مؤسسي أو وزارتي أو مشروعي ويصد خلاص التحديث عني سهلة ما يحتاج كل مرة أروح أعدل الناس وغير وبدل وصير في لا لا هي مرة واحدة وجرد أن أضغطها واحدة وبدل الصورة اللي أحتاجها وخلاص وحط أيدي واحدان وخلاص أركب إليها ويقبل فيديو ويقبل ما اسمه حتى الخطوط إذا تشتغل برنامج في سؤال عادية أو يمكن أن تأخذ حتى يعني واحد يقول نحب أبي خط مميز ممكن عن طريق جوجل تأخذ فري فونت تدور فري فونت في جوجل تنقلها مباشرة على البرنامج اللي هو الأوفر يقبل الخطوط من خارج البرنامج سيقوم بميزني في الكثير وحد مجرد النسخ وحط مجرد أن أحرك وعندما أحتاج إلى أشياء الغافية فيه آلاف مكتبة باكتب عودة كل أنواع الغافية فيها الخطوط دماظل كيف يستخيار موجود وحط مجرد ممكن أن تكون هناك أشياء مجانية فيه أشياء أفايد أول شيء من البيسي مجرد هل يمكن أن يسأل ما هي آپ موضوع أشي أسمك سأتكلم عن مواقع بك ان شاء الله الفترة الإختيارية وقلناه موضوع استشارة الإختيارية أقام هذا ما أضعه من الآن بلغان المشارجة من الضوء اللي تم ت BMW هناك كشفات الموضوع وكتوب التصوير كبرو كاميرا في أحساب المثال، واحد من أفضل البرامج الموجودة التي تستخدمها في مجال التصوير هناك أحساب منها أيضا لكن هذا يعطيه في الشاشة في أنتي شيك في أشياء موضوع الوائد بالانس، حتى الهاتفات اللي يبين لي وين الخلال في الصورة وين الألوان الموجودة موضوع البرنامج وطريقته حتى موضوع الثلاث في الصورة، كيف صار رتفاع، وين صار الميال، وين صار الموضوع وكيف يدرس سفيد منه هناك أحساب المثال بعد الـ iMovie طبعا من هذه البرامج بسيطة السمبل الموجودة والمكتسفين منها الـ Kain Master واحد من أفضل البرامج اللي أدرب على هذا البرنامج صراحة الـ Kain Master وممكن بكرة أدخل بعض الأشياء العملية في ذلك البرنامج في اليوتيوب متوفر حلقات سهلة في صرح ذلك البرنامج لكن حاليا معظم صحفيين في العالم أو الإعلاميين يستخدمون هذا البرنامج هناك المسخة مجانية ولكن لديها Logo لكن المسخة Free أربعة دولار في الشهر ممكن حتى ثلاثين دولار في السنة سوف نركجهم عندهم ثلاثين دولار في السنة لكن راح يعطيني فيتشر خصائص لا محدودة خطوط وأنواع وأشكال لا تحصل موضوع Green Screen Chrome مغازيل الإفكتات الترانزيشن يغنيني عن برامج والميزة في البرنامج أنه سهل لا يوجد تعقيدات وانتقل وقصة Storyboard وحرك وشيء جدا بسيط لكن أتمنى بكرا أن نستعرف بعض الأشياء لكن أنا دائما أنصح الناس لأستحلم بالبرنامج هناك برامج أحسن؟ هناك أحسن هناك بروفشينال أزيد؟ هناك بروفشينال أزيد لكننا نتكلم عن ما هو البرنامج البسيط الذي يمكن أن يساعد أي شخص يتعلمه أو يمكن أي شخص يتعلم منه ويقدم منه محتوى كيوت كات أنا أحسن أن البرنامج أسمه Adobe Spark ناس خاصة في الموجو والبرامج الثانية برنامج الأوفر اللي بعد أن تنصف برنامج الأوفر ممكن يجرب اليوم وبكرا سنستعرف بعض الأشياء أوفر نحن خصصنا في التدريف الوزارة راح يكون لها دورة خاصة التطبيق نفس الأوفر صناعة المحتوى في أوفر نفسه في نفس الشخص يتعلم تكون لها دورة توقع أن تكون الأسبوعية أو اللي بعد توقع دورة تكون موجودة يمكنكم لحية متابعة للتاريخ حتى تزييل فيها تكون محاضرة لمدة ساعتين تتكلم فقط عن التطبيق كيف يمكن أن تجد محتوى من البداية كيف يمكن أن أصول صور من البداية كيف أضيف النصوص كيف أعدل كيف أحرر الصور كيف أحرر الفيديو داخل البرنامج بطريقة جدا اكترافية نفس الشيء بعد نفس الشيء بعد نفس الموجودة بعد برنامج يعطيني القصاص أو تمبرت جاهزين اللي لا أستخدمهم موضوع البث المباشر قلنا عننا مساعد في أشياء وائل لازم أنتبه لها بث المباشر اللي ممكن ما تسبب لأي حراجة أو أي إشكالية في برنامج بعد اسمه سويتشار سويتشار لا أسمبر دورة أوبر في أوغسط نفس الشهر أتقل أسبوعي هناك برامج مباشر اللي ممكن تصدر فيها كم أخرج واحد من برامج سويتشار بحاول أن أعطي بس بسيطة شيئا عنه اللي ممكن أنا من خلال تليفون واحد أو أربع تليفونات أركبهم في أكثر من مكان وكلهم في شاشة واحدة وأبدأ أمانتون أكثر من جالب أو أكثر شسم ماريام جلال إن شاء الله فروسكوب أكبر في برامج تباتع تويتر وسهل الإستغرام كيف يستغل ويستبد منه لقد قلنا لا تذكرون قلنا موضوع الخلال الفني أو الخلال الاتصال من قطع للصال ما راح يضمن لي يرجعون الناس لفيو ونسلوقت ونسلوقت فإن شخص أحاسب أزيد لقد أتقل ما أتبه على المكان جيد لا تواحد من المشكلة هل يستخدم برنامج فيديو لي بيديو لي أفضل برامج الحلوات ثم أستخدمها بسيط مثلا إن البرامج يستخدمها إلى النهار يمكن أن أستخدمها ما يستخدم نحن يستخدم أتأكد بين موضوع سلامتي أنا يضمن سلامتي فهذا المحتوى المقدمة أحيانا ممكن نحط في حفلة أو في مقالة وفعالية سيستطيع قلية أتأكد من التولز كلها جاهزة لديك شيء موجود ممكن أن أقوم بسرعة الانترنت أتأكد من الصوت لكثير من الناس سك خاصية الصوت أو مركب مايك يطلع المايك للحبة ما ترسكوك أو أوف وهو مستانس يتابع يطلع البحث موجود أو راحت عليه الأخير من الأشياء المهمة جدا إن ذو بث مباشر لازم دائما أشاهد تريفون ممكن يطلع لي ميسج ممكن أن أنصر تريفون أيضا مموما شغلته نقطع الاتصال وآن سواء نعتقد أن البث شغال ممكن أن يظل السبيب من شخص ثاني أطلب من أحد من الزملاء مع الكامير انتبث من هذه الجهة سكروا صوت رائع من الجهة ونطلع الأخضاتين من نفس المكان فصير شكل أفضل أو شكل آخر أحسن الأدوات المساندة لتساعدنا موضوع AirDrop أن نقل ملفات من جهاز لجهاز أو أن نستخدم تخزين الملفات أو توزيحها أو نشرها موضوع الصوت أيضا من الأشياء المهمة لكن الوقت يجب أن نستخدم كيف يمكن أن نستخدم موضوع الصوت وسنجل المقاطع وماذا يجب أن نرى وكيف يجب أن نتخلط الـ sitting أو كيف يمكن أن نستخدم بعض الأشياء كثيرا مهم موضوع عزل الصوت أو nose cancellation الذي يقلل من الفوضى وكيف يمكن أن نقلها لبعض إذا صورتنا في النوت الـ Voice Note أو Voice Memos وكيف يمكن أن نقلها للآيفون كل الأشياء بسيطة لكن يجب أن يكون ملم فيها وكيف يمكن أن نقلها بسيطة هذا ما سوف نجد لجتمها لأحرقها بشكل سريع لكن أتمنى أن نقل هنا أتمنى أن نأخذ استفساراتكم قليلا ونرى ماذا يمكن أن نقوم بسيطة لكن قبل أن أخذ استفساراتكم أضع لكم هنا لنك دي ليلة عشان كل يخزنا عنده النقطة المهمة جدا احنا اتفقنا مساعدة مضمن للشرح أنه يجب أن تكون لدي بجائد أنا أستخدم برنامج المنتاج يجب أن يكون لدي بديل أستخدم برنامج تصوير يجب أن يكون لدي بديل اليوم قررنا لنبعد لا أعرف هل هناك أحد هل هناك أحد يستخدم عندكم برنامج Meet Meet by Google برنامج Meet هو التدريب أو المحاضرات أرى التشات معي كمار هل هناك أحد يستخدم من قبل أو لا هل هناك أحد هل هناك أحد كان هدفنا متعمدين من هذه الدورة أن نجرب بعض البرامج فبكرة إن شاء الله نزيل سوف أتمنى أن أخذكم لكم في الشات أتمنى أن كل يخزنا لدي الرابط عندك رابط الاجتماع مع البكرة الكل ينزل في البرنامج Google Meet سوي sign in على أكاونتك بكرة لا بكرة بيكون من 11 لوحدة الاستشارات بتكون من 11 لوحدة مبشر تدخل من 11 للساعة واحدة ممكن تدخل في أي وقت من ذي الوقت تسأل سؤالك أو تشوف السفسارك بعد ما تجردك بعض البرامج أو عندك مشكلة في شيء معين وعندك ملاحظة والسفسار شيء معين كان هدفنا في وزارة الإعلام أن يكون هناك نوع من ضمان جودة تدريب أو ضمان جودة الإصارة المعلومة لكم أنت أحاولك المويدر بكرة لا بدنا من 11 لوحدة تكون المحاضرة ليس محاضرة ممكن تدخل خمس دقائق دقيقتين توجه سؤالك أدع لك السبسار معين إذا ما عندك ليس إلزامي تحضر هذه الدورة رسميا خلصت اليوم تعتبر انتهت اليوم ولكن نحن كان من هلافنا كوزارة الإعلام أن نعطي فرصة أكثر حق الناس ممكن بعضك لفرصة أن يسأل مباشرة أو يوجه سؤال مباشرة أو ممكن نسأل مع بعض تمرين عملي تطبيق عملي مع بعض تمر حلواتي إن شاء الله فهذه قلنا بضم نقطة بضم النقاط إن شاء الله لنستطيع أن أحدث ما اسمه حسنا نشوف حاليا في أسئلة قبل ما نحتمل للمحاضراتنا عن اليوم سنشوف أسئلة شكر لك يا رائد مقصر طبعا الوقت الذي تكتبون فيها أسئلتكم في في الشات طبعا نعتبر منكم أن التعافي الدورة يأتي لكم تحتاج وقت أزيد لكن هذه ما نقول إجابيات سلبيات التدريب عن بعد شوية أن الوقت يكون عملي أكثر يوصل معلومة أكثر أحيانا لأسف أنا أسرع من بعض المعلومات المفروض أن نتوجب فيها أكثر لكن نغطي كل جوانب الدورة في أشياء كما يحتاج وقت فيها ممكن بكرا نعوض فيها لكن إن شاء الله هذه الدورة ستقام أكثر من مرة في وسواء وزارة الإعلامة أو في بعض الجهات الأخرى يجب أن تكون هناك دورة ونتشرف أن تكون موجودين فيها وتحضرون هذه المجال المفتوح مجرد أن تدخولك لهذه المحاضرة وإستماعك له يفتح مجرد أن يحرك الشرارة الأولى لك من تدخل العالم اليوتيوب أو الذي تدور تبحث هناك أكثر من ألف شخص أو أميات الأشخاص لا يمكن أن يشرحوني أحسن مني أفضل مني ممكن أن تتشوف بجوة أكثر تشوف بعض الأفكت بعض الأشياء سرعة الإستيعاب لدينا خبرات في المجال أو جزء معين في المجال ممكن أن تتطور المهارات لا يمنع أنا أحفظ دائم الدورات لا يمنع دائم أن أسمع لشخص ألف وباء وسيم جيم لين أبدأ أستفيد واجأت أولي خبرة معينة يمكن شخص عنده فكرة هذه عنده فكرة هذه عنده أسلوب أعتذر لكم التأثير لظروف الوقت ويمكن من بعض التباطة والتزامة كنت سعيد أن أكون بينكم في خلال هاليومين ومعاكم إن شاء الله بكرة كمجرد كاستشارة عام بكرة إن شاء الله بإذن الله سأعود إلى جسمه لأسئلة حسنا تسلم حلوانا شيء ما قصرت مشكورة مروه مشكورة حسين الكعبي نيحا نقل يوسف ما هي أفضل طريقة وبرنامج وإرشبت ملفات الصور تطبيقات الأرشبة هناك برامج موضوع الكلاود دروب بوكس جوجل درايب أو حتى اي درايف هناك برامج ممكن أن تخزم فيها لكن دائما أقول الكلاود هو الأأمن أو الأفضل إن لو اختراب تلفون أو حتى الفلاش موور يختراب لدي مشكلة دائما الكلاود هو الأشمل والأفضل لدي مشكورة يفجر لقوتي ومبارك أخي لنستخدم برنامج تصوير في نفسه تعطل ونستخدم برنامج تصوير ونستخدم برنامج تصوير هناك دائما وجود بريل لبرامج تصوير دائما يكون لدينا حل أمثل لو شير أو دائما أنتقل عندي بلان بي دائما جاهز عبدالله الشيخ مشكورة عبدالله مقصرت خليفة السالة لو تكرمت يرصد رابط على البريد الإلكتروني إن شاء الله يا خليفة سماعني مشكور بيو يوسف يعطيك العافية أمين فهوزي يا الله عافية مشكورة أنس مسلمة يا أنس مريم شكرا عبدالله شكرا إبراهيم فردولي مشكورة هذه الملة ما وصلني رابط اليوم على الإيميل تأخر مو مشكلة تامرين المحاضر راح نخليها أولاين إن شاء الله خلال يومين مع كل المحاضرات التي قدمتها الوزارة إن شاء الله في الأيام الهائية هناك فكرة أن تعرض كلها مرة ثانية حيث أي شخص ما يستطيع أن يحضره اليوم ومتدلش متأخر ممكن أن يشوف مرة ثانية وإذا ما صارت تأخر من يومين وممكن أن يشارحنا حتى فيديوارات قادمة نتشرف فيها زينب نشترك وممكن أن أسماء البرامج طرحتها أستاذ وممكن أن نضرح لكم بالإيميل أنا أفضل أن أضرح لكم البرامج والمعدات بالإيميل وكل واحد يمكن أن يبحث ويدوش وماذا أفضل إذا أسهل منه مع السعر المتوقعة أسهل من السعر أشكري أسمي أشكري أشيخي أشكري وفاء وفاء ذوالي أستخدام هذه فعلا أنت سهل العمل ولكن ليس كذلك أنا دائما وفاء في موضوع الواتساب عندما يكون قراري أن أقلع على الواتساب لا قرار أن أضع على الواتساب أو إذا أضع على الذين يجب أن أعرف الحجم الذي يحتاجه يجب أن أفهم في الواتساب هناك حجم معين عندما يضع الفيديو يجب أن يقص المقطع 11 كامل فمباشرة لا أفهم أن المقطع حجمه أكبر من 16 أم بي في طرق وائد تريكس تسويها أرفع على اليوتيوب وإذا مرة ثانية يقل حجمه أو أساسا من المقطع الذي يقومه مدام يروح واتساب أقل لكواليتيوب ومشكلة يروح واتساب فقط الحماري إن شاء الله أبشر تسلم خليفة هل هناك دورة لطريقة كتابة أخصار الخبار على ذي لم أتبين هناك دورة إن شاء الله خلال الشهرية والذي بعده الموضوع الكتابة للإنترنت اسمها قاعد يشتغل عليها لأنني عندي محتوى مالها راح أشتغل أقدمها بإذن الله موضوع الكتابة ما صار التواصل الاجتماعي ما هو الأثالي الأفضل لكتابة لها كيف يمكن أن أخصر الأخبار وكيف يمكن أن أخصر موضوعات أو ما هو استخدام الأمثل في موضوع الناس نحن قلنا بساعة مهمة الناس لكن هناك استخدام الأمثل وكيف يمكن أن أغطي ذي الجوانب حصة مشكورة الحلواشي حسن شريف شريف شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم سيد الحمر شكرا تنزل الدورة المشكور تشارك شكرا لكم شهرات نعم هناك شهرات ستكون لكم موجودة بذن الله حق الدورة تستطيعون التواصل مع شفاهد سأضع لكم رقم معي موجود في الدعوة سأرتبون معكم ممكن التواصل معاهم مباشرة و تكون شهرات حق هذه الدورة شكرا لكم ضغط المارفات حسنا عدوة وصلنا لخطام حضراتنا هذا اليوم أعتذر لأي شخص جسمه سأخذ لكم براكم احتياطا اللي حاب يتواصل أو يستفسر 37222 هاي رقم تجيبوني اللي حاب يتواصل أي وقت أتشرف لعند أي استفسار أو أي موضوع معين سامحوني على الكثور أتمنى أن أقول لكم من الوقت إداركنا شوية لكن أتمنى إن شاء الله قدرنا نقدم على الأقل لو 5 بالميلة وضعت معلومات يديدة بالنسبة للفير يناقف ومعقول وعساكم مع القرؤة سامحوني على الكثور وأتمنى نشوفكم إن شاء الله في دورات خادمة مع دورات وزارة شهر الإعلام في حفظ الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر